الوجه الثاني يبدأ حالا قصر الصلاة الرباعية السفر في الغالب وسيلة إلى الخلاص من مكروه أو الوصول إلى مطلوب والسفر مظمة المشقة وهي تجلب التيسير لهذا حط الشارع من الصلاة الرباعية ركعتين وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل فمن الكتاب قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية الحادية بعد المئة من سورة النساء والضرب في الأرض السفر والتقييد بالخوف غير معمول به فعيّع لابن أميه قال قلت لعمر ابن الخطاب إنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية الحادية بعد المئة من سورة النساء فقال عمر عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم ومن السنة قول ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين أخرجه الشيخان وعن ابن عمر سنفرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا صلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين والقصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية فلا قصر في غيره كالمغرب والصبح فإنهما لا يقصران شرط السفر يشترط في السفر المبيح للقصر أمور واحد أن يكون في غير معصية فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الدين ونحوه ويشمل الأمندوب كحد التطوع وصلة الرحم ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه وأما سفر المعصين كسفر لقطع الطريق وجنب الخن والحشيش وسفر المرأة بغير إذن زوجهم وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية والرخصة لا تناط بالمعاصي وكما لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الصلاتين ولا يتنفل على الراحلة ولا ينسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة عند الاضطرار وقال سفر الظوري لو يرد ظالم في مفازة فلا يسق ولا يطعم ولو مات لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب إثنان أن يكون السفر طويلة وهي مسيرة يومين معتدلين بالسير العادي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد بين مكة وعسفان حاشين جمع بريد والبريد المسافة يقطعها الرسول انتهى وعسفان على مسيرة يومين من مكة وهي بالكيلو حوالي أربعة وثمانين كيلو تقريبا وعلم أنه لا بد للمسافر من ربط قصره بموضع معلوم فلا يقصر الهائم وإن طال سفره ويسمى هذا براكب التعاسيف ثلاثة أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية فهي التي تقصر دون المقضية أما هي فإن فاتت في الحضر وقضوها في السفر وجب عليه الإتمام لأنها ترتبت في لنته أربعا وإن فاتت في السفر وقضوها في السفر قصر وإن قضوها في الحضر أتم ولو شك هل فاتت في الحضر أو في السفر أتم لأن الأصل الإتمام واعلم أن للقصر خمسة شروط الأول النية لأن الأصل الإتمام فإذا لم ينه القصر إن عقد إحرامه على الأصل وهو الإتمام الثاني أن يكون مسافرا أول الصلاة إلى آخرها بقوله تعالى ضربتم أي سافرتم ومن لم يسافر لا يقصر الثاني علمه بجواز القصر فالجاهل به لا يفوز له فعله لقوله تعالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل الآوة الثالثة والأربعون الرابع أن لا يقتدى بمقيم أو متم فإن اقتدى به أتم لوذب متابعة إمامه وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه ما بال المسافر يصل ركعتين إذا انفرم وعربعا إذا تم بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد خامس أن تكون الصلاة رواعية فلا قصر فيما عداها كالصبح والمغرب لعدم ثبوته متى يقصر المسافر المسافر لا يشرع في القصر إلا بعد مفارقة الأمران الذي سافر منه قال ابن المنبر لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة ويقصر الصلاة ما لم يسافر فإن أقام لحاجة ينتظرها قصر أربعة أيام ثم يتم بعدها سواء انقضت حاجته أم لم تنقضي فقد ثمت في الصفحة أنه صلى الله عليه وسلم قادم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابعة والخامس والسادس والسادة وصل الصبح في اليوم الثامن ثم قاد إلى المناء فلما أقام صلى الله عليه وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وكان عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج بل ذلك على أن العازم على إقامة مدة معين يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم فوجب الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله الشافعين أنه يقصر تسعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما في صحيح البخاري يعني ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسعة عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسعة عشر نصلي ركعتين وإذا جدنا عن ذلك أتممنا وفي رواية أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثمانية عشرة يوما من الفتح لأنه أراد حنين ولم يكن ثم أقام المقام أي جمع بين الصناتين يا جزر المسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشان جمع تقديم في وقت الأورى وجمع تأخير في وقت الثانية والعصر في ذلك ما رواه معاد بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبلغ فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حاشيا أي جمع تقديم لقوله فأخر الصلاة إلى آخره انتهى فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط الأول أي يدعى بالأولى فيصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولى والثاني تبع لها والتابع لا يتقدم على المطبوع الثاني نية الجمع عند الأولى حاشي لأن الأصمة عدمه ولا يحصل إلا بالنية انتهى الثالث الموالاة بين الأولى والثانية لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن مطبوعه وبهذا يترك الرواتب بينهما وقد ثبت أنه سنى الله عليه وسلم لم يجمع بنامرة بين الظهر والعصر أمر بالإقامة بينهما أما جمع التأخير فلا يشترط إلا أنه في وقت الأولى التأخير لأجل الجمع لأن الوقت لا يخلو عن الفعل أو العزم فإما أن يفعل وإما أن يعزم فإن لم يفعلها في وقتها عزم على فعلها في وقت الثانية ويجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى بين الظهر والعصر والمغرب والإشاء للمشقة ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا الظهر والعصر والمغرب والإشاء وفي مواة المسلم من غير خوف ولا سفر ويشترط على ما شرطناه في جمع التقنية في السفر تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية وأن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه عصابه المطر وتبتل ثيابه وذهب جماعة من أصحاب الشفائي وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض منهم القاضي الحسين والمتولي والرويان والخطاب والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عباس وأنكره رجل من بني تميم فقال له ابن عباس أتعلمني السنة لا أملك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله قال ابن شقيق فحاك في صبر من ذلك شيء فأتلت أبا هوية رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم قال النووي القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صريح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال الإسمائي وما اختاره النووي نص عليه الشفائي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضا فإن المرض يجوز الفطرة كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جبراز الجمع في الحضر للحاجة لمن ما يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن النظر وبه قال أشهد من أصحاب مارك وهو قول ابن سيرين وأشهد له قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقال سيد بن جبير لما فعل ذلك فقال لأن لا يحرج أمته فلم يعلمه بمرض ولا غيره قضاء الفائتة ترك الصلاة إما لعذر أو لغير العذر فمن ترك الصلاة لغير العذر فقد عصى الله تعالى وارتكب كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب إلى الله ويقضي هذه الصلاة التي تركها عن الفور فإن فعل ذلك فذلك وأجله وإن لم يفعل وجب على الحاكم قتاله لقوله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويحب البيت ويصوم رمضان فمن فعل ذلك فقد عصى مدنه وماله إلا بحقه فالتالك الصلاة إن تاب وأناد واجب أن يخلي سبيله لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وإلا قتل حتما الآية الخامسة من سورة التوبة وإن كان الترك لعذر من نوم أو سهر أو لسيان فلا إثم فيه ووجب عليه القراء على التراخي وقيل تصلى أداء ووقتها عند زوال العذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عين فوقتها حين يذكرها ويسمي الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والحاضرة التي لم يضق وقتها ولم يخش فواتها بعدم إدراك ركعة منه في الوقت وإذا شرع في الفائتة قبل الحاضرة نظر إن أتمنها ولم يدرب من الحاضرة ركعة فله أن يقطعها أو يقلبها نفلة ثم يصلي الحاضرة حاشين منذ رسالة حكم تارك الصلاة للمؤلف انتهت الحاشين صلاة الجمعة سميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها أو لما جمع في يومها من الخير وهي أفضل الصلوات ويومها أفضل الأيام لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة رواه مسلم وأبو داود والنسائي والتلمذي وصحها حكمها وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ندوا للصلاة من يوم الدمعة فاسعوا إلى ذكر الله سورة الدمعة الآية التاسعة وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الدمعة بيتهم أخرجه مسلما في صحيحه وفي رواية لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين أخرجه مسلما وغيره وفي رواية رواح الجمعة واجب على كل محتلم خرجه النسائي بإسناد صحيح وفي الحديث من ترك ثلاث جمعة تهاونة طبع الله على قلبه رواه أبو داود والتلمذي بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم وقد حكى ابن المنذر الإجماعة على أنها فرض عين وقال ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة شروط ودوبها شروط ودوب الجمعة سبعة أشياء الأول الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة من الثاني إلى السادس الهرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة عبد المملك وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود وأما المجلون فلأنه غير مكلف ويقاس على المرض العري والخوف من الظلمة وأتباعهم ومن به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ولو خشي على الميت الانفجار أو خشي تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليغادر إلى تجهيزه ودفنه السابع الإقامة فلا تجيب على المسافر إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الدمعة في السفر وقدروا لا دمعة على مسافر رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر شروط صحتها يشترك في صحتها مع ما تقدم في شروط صحة الصلاة أمور ثلاثة أولا دار الإقامة وهي الأمكان التي يستوكينها العدد الذين يصلون الدمعة سواء في ذلك المدن والقرى والعراء الذي يتخذ وطنا وسواء في ذلك البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه ودليل ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك ثانيا أن تقام في جماعة لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادا وقد قيل في الجماعة إنه تنعقد بأربع أحدهم الإمام وقيل الاتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء وقيل تنعقد بثلاثة والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من أربعين واحتج له بأحاديث مما حديث جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها دمعة رواه البيهقي وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم ومنه حديث كعب بن مالك قال أول من صلى بنى الدمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين صححه بن حبان والبيهقي ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة ولم ينقر عنه أنه جمع بأقل من أربعين حاشين جمع بتشديد النين انتهى وشرط الأربعين إن يكونوا مكلفين بإقامتها ثالثا أن يكون الوقت باقي ووقتها هو ووقت الظهر لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة كما تزول الشمس رواه البخاري وروا مسلم عن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ولو ضاق الوقت فلم نتمكن من أدائها فيه صلوها ظهر ولو شكوا في خروج الوقت صلوها ظهر لأن الوقت شرط في صحتها فلابد من تحقيق وذوده ولا يكفي الشك فيه فرائضها للجمعة ثلاثة فرود الأول أن يتقدمها خطبتان يجلس بينهما ففي الصحيح مسلم عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائما وفي رواي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس وللخطبة خمسة أركان حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى للاتباع والدعاء للمؤمنين في الثانية القراءة شيء من القرآن وأقله آية مفهومة فلا يكفي ثم نظر الآية الحادية والعشرون من سورة المدثر ولها شعوط سبعة دخول وقت الصلاة فلا تتقدم عليه وتقديم خطبة المعوى الصلاة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما بقدرة مأمينة والطهارة من الحدث والنجس في البدن والثيب والمكان وستر العورة بلباس طاهر ورفع الصوت بحيث يسمع أربعين من من تنعقد به من دمعة الفرد الثاني أم تصلى ركعتين لقول عمر رضي الله عنه الدمعة ركعتين تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الفرد الثاني أن تصلى جماعة وقد مر دليله هيئاتها يسمى لمن أراد صلاة الدمعة أربعة أشياء الأول الغسل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الدمعة فليغتسل رواه الشيقان الثاني تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة إذ هو المقصود من الغسل فلا يكفي صب الماء على جسده قال الشافعي من نظف ثيبه قال لهمه ومن طاب ريحه زاد عقله الثالث التزين باللباس الحسن والتطيب لقلبه صلى الله عليه وسلم من يبتسل يوم الدمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ثم أتى الدمعة فلم يتخطأ عناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين دمعته التي قبلها رواه بن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والأبيض من الثياب أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم الرابع إزالة الضفر والشعر المستحد إزالتهما لأن ذلك من الفطرة الإنصاط للخطبة والخلاف فيه اختلفوا في الكلام وقت الخطبة نص الشافعي على أنه يحرم وبه قال مارك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح روايتين لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الأعراف الرابع بعد المئتين قال أكثر المفسرين نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاجتماعها عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصد فقد لغوت رواب الجماعة إلا ابن ماجه واللغو الإثم لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون المؤمنون الثالثة واللهب الجديد للشافعي أن الكلام لا يحرم والإنصاة سنة لما رواه الشيقان أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر ما بال رجال يتأخرون عن النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت فيما سمعت النداء أن توضعت ورؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويحك ما أعددت لها قال حب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت رواب البيهقي بإسناد صحيح واذب البلالة أن عثمان رضي الله عنه متكلم مجيلا لعمر كما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السائل لما سأل ولو كان حراما لأنكره وهذا الخلف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز وإلا فلا يحرم بل يجب كأرشاد أعمى يقع في بئر أو أقرب رأىها تدب على إنسان فأنذره أو رأى ظالما يتطلب إنسانا فنبهه أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر جواز الصلاة حال الخطبة اختلفوا في الداخل والإمام يخطب أي صلي تحية المسجد ركعتين أم لا قال بعضهم لا يصلي فيما وهي ذلك عن ابن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وللأمر بالإنصاط وتأول الأحاديث الواردة في قصة سليد على أنه كان عريانا فأمره صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراغوا الناس ويتصدقوا عليه وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين إنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس واحتبجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس ليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الدمعة وقد جلس أصليت يا فنان؟ قال لا قال قم فاركع وفي لوان قم فصلي ركعتين وفي لوان صلي ركعتين وفي لوان إذا جاء أحدكم يوما دمعا وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وفي لوان والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وهذه اللغاية كلها في صحيح مسلم وهي صريحة في استحباب صلاة تحية المسجد وأما تأويل من قال إن أمره صلى الله عليه وسلم ليس ليك بالقيام ليتصدق عليه فباطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوما دمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فهو نص صريح لا يتطرق إليه تأويل ولا يصح مخالفته وهذا في من دخل والإمام يخطب أنه من كان في المسجد فلا يجوز له أن يبتدأ صلاة وإن كان في صلاة خففها قاله الماوردي وأبو حامد الغزالي قراءة سورة الكهف ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها أما في يومها فلقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الدمعة أضاء له من النور ما بين الدمعتين رواه الحاكم والبيهقي في السنن وأما في مولتها فلقوله صلى الله عليه وسلم من قرأها أي الكهف ليلة الدمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق رواه البيهقي ويجب أن تكون القراءة على وجه لا يحصل معه تشويش على متعبد وإلا حرم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن كلكم مناجر ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وأفضل وقت لقراءتها بعد صلاة الصبح مسارعة للخير أما ما يفعله كثير من القراء في المساجد على وجه يشويش على المصابين فهو حرام كما حققه الأئمة الأعلام وكل ذلك من البدع المنكرم التي حذرنا منها الشارع الكريم عفوان الله والمسلمين من ذلك ساعة الإجابة ويسلم أن يكثر من الدعاء في يومها ولولتها أما في يومه فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة قال في الروضة والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة وهذه الساعة لحظة لطيفة ففي الصحيحين عند ذكره إياه وأشار بيده يقللها وأما في ليلتها في القول الشافئي رضي الله عنه بل ولي أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها ولولتها لخبر إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكفروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي وخبر أكفروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة حرمة البيع وقتاً جاء يحرم على من تلزمه الجمع التبايع وغيره بعد الشروع في الأدان بين يد الخطيب حال دلوسه على النمبر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حاشية الآن رقب تسعة من سورة الجمعة انتهت الحاشية فحرمة البيع بالنص وقلس عليه غيره ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب انتهى الشريط السادس من كتاب الفقر الميسر في العبادات والمعاملات لمؤلفه أحمد عيسى عاشور وللكتاب بقية على الشريط السابع يوم الجمعة ويوم الجمعة بعضين مزارو يوم الجمعة اخرين يوم الجمعة ويوم الجمعة الماء لكن مشحول الفقر المصر يوم الجمعة بلاد òn اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العيد مشتق من العود لانه يعود في كل سنة او يعود السرور بعوده او لكثرة عوائد الله تعالى على عباده بالافضل وصلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة واجماع الامة قال تعالى فصل لربك وانحر والمراد بالصلاة صلاة عيد النحر وبالنحر نحر الاضاحي ولا شك في انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين هو واصحابه معه ومن بعدهم فصار اجماعا واول عيد صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الحجرة وفيها فرضت زكاة الفطر قاله الماوردي واعلم ان صلاة العيد سنة مؤكدة لقول الاعراضي هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع رواه الشيخان ولمعظبته صلى الله عليه وسلم عليها وقيل انها فرض كفاية لانها من شعائر الاسلام فتركها تهاون في الدين والامر بها في قوله تعالى فصل لربك وانحر الاية الثانية سورة الكوثر وتشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والمسافر والعبد والمرأة ولكن يكره للشابة وذوات الهيئة الحضور بل ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد حاشية زمان صاحب كفاية الاخيار المتوفى سنة تسع وثمانين وثمانمائة من الهجرة انتهى وحديث واندل على جواز الخروج الا ان المعنى الذي كان في خير القرون قد زال وهو قلة المسلمين فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن بالخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا اذن للحيض مع ان الصلاة مفقودة في حقهم وايضا فقد كان الزمان زمان امن فكلنا لا يبدين زينتهم ويغضضن عبصارهم وكذا الرجال واما في زماننا فالمفاسد من خروجهن متحققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل فهذه فتوى ام المؤمنين في خير القرون وقد قال بقول عائشة خلق كثير منهم عروة والقاسم ويحيى الانصار ومالك وابو حنيفة مرة ومرة اجازة وكذا منعه ابو يوسف وقت صلاة العيدين اعلم ان وقت صلاة العيد من شروق الشمس الى الزوال ولكن يندب تأخيرها للارتفاع قدر رمح كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها الا بالارتفاع قدر رمح ويسمى تعجيل الاضحى وتأخير الفطر اخرج الشافعي مرسلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمر بن حزب وهو بن جران ان عجل الاضحى واخير الفطر قال ابن قدامة ليتسع وقت الضحية في الاضحى ويتسع وقت اخراج الزكاة في الفطر قدرها وهي ركعتان بالاجمع يكبر في الاولى بسبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الاحرام غير تكبيرة القيام اخرج التلمذي عن عمر بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة ويسن ان يقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد روه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا وهذا اشارة الى التسبيح والتحميد ويحسن ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله ان الله والله اكبر لانه اللائق بالحال وهي الباقيات الصالحات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة ويقرأ في الاولى قاف وفي الثانية اقتربت بكمالهما روه مسلم او يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية الغاشية للاتباع الخطبة بعد الصلاة ويسن بعد الصلاة خطبتان لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون لأيدا قبل الخطبة وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة قال النوري لم يثبت فيه حديث ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى لانه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه كلها بالحمد لله ولم يثبت عنه انه كان يفتتح خطبتين ايدين بالتكبير وانما كان يكبر بين اضعاف الخطبة رواه ابن ماجة في سننه صلاة العيد في الصحراء والسنة ان تصلى في الصحراء لمعظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك وصلى بهم صلاة العيد بالمسجد لمطر وقع فعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم فان كانت الصلاة بمكة فالمسجد الحرام افضل قطع التكبير في العيد ويستحب التكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر الى ان يدخل الامام في الصلاة ولا فرق في ذلك بين البيوت والطرق والاسواق ولا بين الليل والنهار وعند ازدحان الناس ليوافقوه في التكبير ولا فرق بين الحاضر والمسافر ولا بين الرجل والمرأة لعموم قوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم ولما رواه البخاري عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر في الايدين بالخروج حتى تخرج الحيط فيكن خلف الناس يكبرنا بتكبيرهم وأما التكبير في عيد الاضحى فلقوله تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم سورة الحج الآية السابعة والثلاثون ولقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات الآية الثالثة بعد المئتين من سورة البقرة قال ابن عباس وهي أيام التشريق وعن علي وابن مسعود أنه من من صبح يوم عرفه إلى عصر آخر أيام منا أخرجه ابن أبي المنذر وغيره وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنا تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرنا خلف أبان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز لياله التشريق مع الرجال في المسجد قال الحافظ وقد اجتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات انتهى كلامه صيغة التكبير وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان وقال كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا وجاء عن عمر وابن مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إن الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دول النساء قال البخاري وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل النسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج من تكبيرا صلاة الكسوف والخسوف الكسوف للشمس والخسوف للقمر وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى رواه الشيطان وفي رواه ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم وأقلها ركعتان في كل ركعة قيامان يقرأ الفاتحة في كل قيام فيحرم بالصلاة ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانية ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصل الثانية كذلك وأكمرها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من دعاء الاستفتاح والتعوذ سورة البقرة وفي القيام الثاني كمئتي آية منها وفي القيام الثالث يقرأ قدر مئة وخمسين آية وفي الرابع قدر مئة آية رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر مئة آية من البقرة وفي الثاني ثمانين آية وفي الثالث سبعين وفي الرابع خمسين لمجيئه في الخبر ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال قاله الرافعي وصحح النوري التطويل قال ثابت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي فالسجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني والأصل في ذلك خبر الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى والناس معه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس حاشين فالصحيح إذن هو القول باستحباب تطويل السجود فيها كما ثبت في صحيح البخاري مع فتح الباري في الجزء الثاني صفحة الخامسة والثلاثين والخمسمائة والثامنة والثلاثين والخمسمائة وفي مسلم في الجزء الثاني صفحة الثامنة والعشرين بعد الستمائة انتهت الحاشية الجماعة فيها تسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة بخلاف ما إذا أدركه في الركوع الثاني منهما فإنه لا يدرك الركعة لأن الركوع الثاني يتبع الأول ويستحب الجهر في خصوف القمر والإصرار في خصوف الشمس وقد جاء الجهر في الصحيحين وجاء الإصرار في التلمذين وقال حسنا صحيح الخطبة فيهما ويسلم أن يخطب بعض الصلاة خطبتان كخطبتين دمعة لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفيه قالوا فخطب فأثنى على الله إلى أن قال يا أمة محمد هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنينه يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ألا هل بلغت وروا الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح ويسن أن يحرضهم على الاعتاق والصدقة ويحذرهم من الغفلة والارترار في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس ويسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الشدائد كالزلازل والصوائق والريح الشديد والخسف ونحو ذلك قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الأنعام الثالثة والأربعون وأن يصلي في بيته منفردة لألا يكون غافلة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا عسفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رياحة ولا تجعلها ريحة صلاة الاستسقاء الاستسقاء طلب السكية من الله تعالى عند الحاجة وصلاته سنة مؤكدة روى مسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه وزد البخاري جهر فيهما بالقراءة والأحاديث في ذلك كثيرة والاستسقاء ثلاثة أنواع أدناه الاستسقاء بالدعاء مطلقة فرادة أو مجتمعين وأوسطها الاستسقاء بالدعاء بعد صلاة ولو نافلة وفيه خطبة مشروعة وأفضلها الاستسقاء بصلاة وخطبة فيعظهم الإمام ويخوفهم عذاب الله ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيف وجفاف الأنهار وغيض العيون وحرمان الرزق وسبب الغضب ونزول العقوبات من الخوف والجوع ونقص الأموال والزرع والثمرات بل تدمير القرى الظالم أهلها قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الإسراء السادسة عشرة ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام متتابعات ثم يخرج في اليوم الرابع وهم سيام لأن دعاء الصائم أقرب إلى الإجابة ويكونون في فياب بذلة ليكونوا على هيئة السائل وعليهم السكينة في مشيتهم وكلامهم وجلوسهم روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خرج مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولا يتطيب لأنه من السرور وينبغي أن يكون الاستسقاء بالشيوخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم رواه البخاري والحذر من الاستسقاء بالظلمة والفساق لأنه لا يؤمن أن يزداد عضب الله على تلك الناحية بهم فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد ويجهر بالقراءة لحديث ويقرأ فيهما ما يقرأ في العيد قاله الشافعي ووقتها وقت العيد وقيل لا يختص بوقت قاله النووي ونص عليه الشافعي وصححه المحققون فإذا فرغ من الصلاة خطب خطبتين لأنه عليه الصلاة والسلام خطب للاستسقاء على منبر قال أبو هريرة خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودع الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قال بارداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي ويكثر من الاستغفار في الخطبة الأولى والثانية لأن الاستغفار هو اللائق بالحال وليحذر كل الحذر من الاستغفار باللسان والقلب مصر على المعصية والجور والظلم وعدم إقامة الحدود وغش الرعية فيبوء بغضب الله ولأن التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه وأن يستجاب لمثل هذا ريان عمر رضي الله عنه أنه لم استسقى لم يزد على الاستغفار فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت فقال قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر التي يستنزل بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا لمرسل السماء عليكم مدرارا نوح العاشرة والحادية عشرة والمجاديح نجوم كانت العرب تجعم وأنها تنطر فأخبر عمر رضي الله عنه أن المجاديح التي يستنطر بها هي الاستغفار للنجوم ويحاول رداءه ويفعل الناس مثله في التحويل لحديث أبي هريرة وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر ومن الغضب إلى الرضا ويرفع يديه ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية الأعراف الخامسة والخمسون فإذا أسر دعا الناس وإذا جهر أمنوا وإليك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق بين معقفتين إتلاف وذهاب البركة ولا بلاء اختبار ولا هدم ضار اللهم على الضغاب والآكام الجبال والتلال ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسبنا غيثا مغيثا مطرا منقلا من الشدة هنيئا مريئا غدقا كثير الماء مجللا يعم الأرض بالنبات سحا شديد الوقي على الأرض طبقا مطبقا على الأرض مستوعبا لها دائما مستمرا نفعه اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اليائسين من رحمتك اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد المشقة والجوع والضنك الضيق ما لا نشكو إلا إليك لأنك قادر على النفع والضر اللهم أنبت لنا الزرع ودر لنا الضرع وأنزل علينا بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا رواه الشافعي عن سالم ابن عبد الله ويسمع أن يغتسل أو يتوضأ إذا سال المال في الوادي والأفضل الجمع بينهما قاله في المجموع ويسبح عند سماع الرعد فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أرواه الإمام مالك واقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا ويستحب أن لا يتبع بصاره البرق لأن السلف الصالح كان يكرهون ذلك ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس قال الماوردي يختار الاقتداء بهم في ذلك وأن يقول عند نزول المطر اللهم صيب أي مطرا شديدا نافع روه البخاري ويدعو بما شاء لما روى البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن عند التقاء الصف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة وأن يقول في أثر المطر مطرنا بفضل الله علينا ورحمته لنا ويكره سبو الريح بل يسن الدعاء عندها لخبر الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها الريح من روح الله أي من رحمته وروا البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويبعدني عن الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يبعدك عن الناس فترك مسألتهم ثم روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب صلاة الخوف صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم النساء الثانية بعد المئة الآية وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد صلاها صلى الله عليه وسلم وصلاها من بعده أصحابه رضي الله عنهم فصار إجماعا ولأن سببها باق فتفعل كالقصر وتجوز في الحضر والسفر وهي على ثلاثة أضرب الضرب الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقاوم العدو وفرقة يفتتح بها الصلاة ويصلي بهم ركعة فإذا قام إلى الثانين خرج المقتدون به عن متابعته بنية المفارقة وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الفرقة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية ويطير الإمام القيام إلى لحقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثاني فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد فإذا لاحقوه سلم بهم وهذه الصلاة على هذه الكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع كما رواه الشيخان من رواية سهل وذات الرقاع موضع بناجد سميت بذلك لأنهم لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها قد تمزقت من المشي الضرب الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام للناس صفين ويحرم بالجميع فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى فإذا سجد معه أحد الصفين قوام الإمام ومن معه إلى الثانية وسجد الصف الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع فإذا اعتدل حارس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الحارس وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان كما رواه أبو داود وغيره ولهذه الصلاة ثلاثة شروط الأول أن يكون العدو في جهة القبلة الثاني أن يكون على جبل أو مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أعين المسلمين الثالث أن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى الضرب الثالث صلاة شدة الخوف فإذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف ولم يمكن قسمة القوم صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها لقوله تعانى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا البقرة التسعة والثلاثون بعد المئة قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبل إيهاء رواه مالك عن نافع وقال ما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الشافئي بسنده قال الأصحاب يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت ولا إعادة عليهم ويغتفر فيها الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال ولا يعذر فيها الصياح لعدم الحاجة إليه فإن عجز عن ركوع أو سجود أو ماء بهما للضرورة وجعل السجود أخفض من الركوع فإن لم يمكن صلى كيفما اتفق له استعمال الحرير والذهب يحرم على الرجال لبس الحرير وكذا التغطية به والاستماد إليه وافتراشه والتدثر به وكذا اتخاذه بطانة وسترى وسائر وجوه الاستعمال وحجة ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه حاشية الديباج هو ما غلظ من ثياب الحرير انتهى وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوفة لا تليق بشهامة الرجال ولهذا لا يلبسه إلا الأراضي الذين يتشبهون بالنساء الملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التشبه بالنساء والتشبه بهن حرام ويلحق بالذكور الخناثة احتياطا لاحتمال ذكورته حاشية جمع خنثة مثل حبلة وحبالة والخنثة الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة انتهت الحاشية ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه الإمام أحمد في مسنده وقال التلمذي حسن صحيح وفيه لطيفة شرعية وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهو كثرة النسل ويستوي في الحرمة الكثير من ذلك والقليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريرة والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه الشيخان وكالحرير في الحرمة المزعفر وهو المصبوغ بالصافران كله أو بعضه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة تحت عنوان استعمال الحرير والذهب أما إذا نسج الحرير مع غيره مما يباح استعماله كالكتان والقدم فينظر إن كان الأغلب الحرير حرم وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الأكثر فإن استوايا فالأصح الحل لأنه لا يسمى الحرير والأصل في المنافع الإباحة وقيل يحرم تغليبا لجانب التحرين لأن القاعدة التحرين عند اجتماع الحلال والحرم ويجوز لبس الحرير لضرورة كمفاجأة حرب تمنع من البحث عن غيره ولحاجة كدفى حر وبرد وحكة وقمل لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك وستر عورة في الصلاة عن عيون الناس إذا لم يجد غير الحرير ويعفى عن لبس الثوب المطرف أو المطرز بالحرير كالطوق والجيب ورؤوس الأكمام والذيل ظاهرا كان ذلك أو باطنة والأصل في ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ما يلزم في الميت يلزم في الميت المسلم أربعة أشياء غسله وتكفيله والصلاة عليه ودفنه واحد الغسل وأقله استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة النجاسة وما يمنع من وصول الماء إلى البشرة لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة وليست النية شرطا في من يغسله فلو غسله كافر كفاء ولا يغسل الغريق لحصول النظافة وقيل يغسل لأن مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا ولو تحرق الميت بحيث لو غسل تهرى لحمه يمم وكذا إذا لم يوجد إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت فيهما بحائل نعم الصغير الذي لم يبلغ حد الشهر يغسله الرجال والنساء ومثله الخنفة الكبير وأما الكافر غير الذني فيجوز غسله وتكفينه ودفنه دون الصلاة عليه أما الذني فيجب غسله وتكفينه ودفنه وفاء بذمته ومثله المعاهد دون الحربي أو المرتد فلا يجب تكفينهما ولا دفنهما بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهن لعدم احترامهما نعم إن تضرر الناس برائحتهما وجبت مواراتهما ولا يختن الميت لغسل ما تحت القلفة اثنان الكفن وأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عميل في النمرة التي لم يترك غيرها حاشين ضرب من برود اليمن من صوف فيها خطوط بيض وسود كالملاءة التي تلبسها نساء مصر وهي النمرة بفتح النون وكسر المهم انتهت الحاشية روهم شيخان وغيرهما من حديث خباب بن الأرد واختلف في قدره فقال بعضهم هو ما يستر العورة من الرجل والمرأة وبعضهم لأنه الذي يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة صحح النووي القول الثاني واختاره بن المقر كالأذرعي تبع لجمهور الخراسانيين ثلاثة الصلاة عليه وسيأتي حكمها أربع الدفن وأقله حفرة تكتم رائحة الميد وتحرسه عن السباع بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا واثناني لا يغسلان ولا يصل عليهما أولهما الشهيد والشهيد وإن كان يصدق على من قتل ظلم أو مات غرقا أو حرقا أو تحتهد أو مبطولا أو فجأة أو في دار حرب أو امرأة ماتت في الطلق فالمراد به من مات في حرب الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم من خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته أو تردى في وهده فمات أو وجد قتيلا بعد انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته فهذا هو الذي لا يغسل ولا يصل عليه وأستوي في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم وسواء الجنب وغيره لأن حمضلة رضي الله عنه قتل يوم أحد وقد كان جنبا فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله والشهيد الذي قتل على هذا الوجه هو شهيد الدنيا والآخرة من الذين عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صورة آل عمران ويصلى عليهم كسائر الموتى ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون الثاني ممن لا يغسل ولا يصلى عليه السقط وله حالتان الأولى أن يستهل أن يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك في حركة تدل على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه لأن ما تقنى حياته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه هوه النسائي وصحهه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين الحالة الثانية أن لا نتيقن حياته بأن لم تظهر عليه أمارة الحياة فإن بلغ حدا ينفق فيه الروح وهو أربعة أشهر فصائده فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولكن يجب تكفينه ودفنه وأما من لم تظهر فيه خلقة آدمي كالمضة فيكفي فيه المعراه كيف كان ما يسن في غسل الميت قد مر بك ذكر أقل الغسل وأما أكمله فأمور منها أن يغسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي ويجعله على مرتفع كلوح وبماء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ ويجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا من ورائه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات ثم يطجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها ثم يأتي بأخرى ينظف بها أسنانه ومن خريه ومنها أن يعضيه الغاسل كوضوء الحي ثم يفيد الماء على رأسه بعد غسله بسدر وخطمي حاشية السدر ورق النق والخطمي نبات وكلاهما يستعمل للنظافة انتهى وخطمي ونحوها من أدوات النظافة كالصابون ويغسل الشقة الأيمن ثم الأيسر ثلاثة لما روى البخاري عن أم عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسبر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها حاشية الكافور نبت طيب انتهت الحاشية قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنينها وناصيتها وفي رواية وألقيناها خلفها ومنها تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان ويكون برفق لألا ينتتف فإن انتتف شيء أرده بعد غسله إليه وعضعه معه في الكفن إكراما له لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الإسراء السبعون والمئة وإذا خرج بعد الغسل شيء وجب إزالته عنه ولا يعاد غسله ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة أما عورته فيحرم النظر إليها ومسها بدون حائل وإن يكون الغاسل أمين فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة وللرجل غسل حليلته من زوجة غير رجعية وأمته ولو كتابية ولزوجة غير رجعية غسل زوجها فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبيه في الرجل يمم الميت ما يسن في الكفن تقدم أقل الكفن وأما أكمله في الرجل فإنه يكفن في ثلاثة أثواب وأفضلها الأبيض لقوله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البياط فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه ولا يكون في كفنه قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان والإزار من سرته إلى ركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمام ودرج فيها إدراج حاشية سحولية بفتح السين وضمها سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن انتهت الحاشية ويزن في كفن المرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان وهذه الأمور ثابتة بالسنة ففي حديث ليلى بانتقائف الثقافية أنه صلى الله عليه وسلم كان يناول النساء في كفن ابنته ثوبا ثوبا وهو عند الباب فناولهن الحقوة الإزار ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر خرجه أحمد وأبو داود وعلن أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته فيجوز تكفين المرأة في الحرير ولكن يكره ويحرم ذلك في حق الرجل ويكره المزعفر والمعصفر وتكره المغالات في الكفن وينبغي أن يكون صفيقا غير رقيق لأن المقصود بقاؤه دون الزينة حاشية المزعفر الذي صبغ بالزعفران والمعصفر الذي صبغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون انتهت الحاشية الصلاة على الميت قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية فيشترط في من يصلى عليه أن يكون ميتا مسلما غير شهيد وصبي لم يستهل ويشترط لصحتها شروط غيرها من الصلوات وتقدم غسل الميت أو تيمم عند العجز عن الغسل وليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة عليه بل تسن لخبر مسلم ما من رجل يموت يقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفاعهم الله فيه ويكفي في إسقاط فرضها ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل ويسن أن تكون الصلاة عليه بثلاثة صفوف فأكثر لخبر ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له والأولى بإمامة الصلاة على الميت أب فأبوه وإن على فابن فابنه وإن سفل فباقي العصبة بترتيب الإرث أركان الصلاة على الميت وأما أركانها فسبعة الأول النية ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وإن تعدد نوى عليهم ولا يشترط التعيين الثاني القيام عند القدرة الثالث التكبيرات وهي أربع ولو كبر خمسا لا تبطل صلاته لثبوت ذلك في صحيح مسلم ولأنه ذكر الرابة قراءة الفاتحة بعد الأولى فعن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة هيقرأ في التكبيرة بأم القرآن مخافته حاشية أي سر انتهى الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لوروده في الصحيح وأقلها اللهم صلي على محمد وأكملها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السادس الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة روى الشافي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى حاشير أمن السنة أي الطريقة انتهى ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهم ثم يسلم سرا في نفسه قال في الفتح وإسناده صحيح وقد أخرجه عبد الرزاق والنسائي بدون قوله بعد التكبيرة ولا قوله ثم يسلم سرا في نفسه والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة وأحسنها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن أكون أنا الميت ويقول في الدعاء في الطفل اللهم اجعله فرطا لأبويه حاشيا أجرا يتقدمهما انتهى وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما ويسن أن يقول في دعائه ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره قاله النووي ويسن أن يقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله قاله الشافعي ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة لحديث أنس بن مالك أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم أخرجه أحمد وأبو داود والتلمذي وحسنه وأعلم أن المسبوق يكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في الصلاة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعاء بل يراعي نظم صلاة نفسه فلو كبر الإمام مرة أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة كما لو ركع الإمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ وإن كبر الإمام والمسبوق في الفاتحة ترك البقية وتابعه محافظة على المتابعة فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ولا يضر رفعها قبل صلاتهم ويصلى على الغائم من البلد لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاش وهو بالمدينة رواه الشيخان ولو صلى على من دفن صحت صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن بعد شهر رواه الشيخان والدار قطني السابع التسليم بعد التكبيرة الرابعة ويسن قبل التسليم أن يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم واغفر لنا ولهم ما يسن في الدفن تقدم أقل الدفن وهو حفرة تمنع خروج الرائحة ونبش السباع وأما أكمله فهو الدفن في اللحد لما روا مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا كانت الأرض صلبة أما إذا كانت رخوة فإنه يتعين الشق واللحد أن يحفر في أسفل القبر مما يل القبلة حفرة تسع الميت والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويثقف باللبن حشير اللبن بفتح اللام وكسر الباء الطوب غير المحروق انتهى ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبرا أو مستوقيا على ظهره فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامه وبسطه لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك والمراد قامت رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين وذلك قد ثلاثة أذرع ونصف قاله الرافعي ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم روى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وسلم كان كذلك وتصطيح القبر أفضل من تسميمه روى أبو داود والحاكم بسند صحيح أن قبره صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما كذلك وأما ما روى البخاري وعن سفيان النمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما فالجواب كما قاله البيهقي أنه كان أولا مسطحا فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز دوأ إلى مسنما ويستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه ويكره تاج صيصه والكتابة عليه روى الحاكم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تاج صيص القبور والكتابة فيها والبناء عليها والجلوس عليها وإذا كانت المقبرة مسبلة حشير أي موقوفة أي لم تكن الأرض ملكا للميت انتهى حرم تحويط القبر والبناء عليه نحو قبة ويجب هدمه وكذا تهدم القباب والتراكيب ولو في أرض مملوكة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على أن لا يدعى تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه ويستحب أن يرش على القبر ماء ويوضع عليه حصاه ويوضع عند رأسه صخرة أو نحوها خرجه البيهقي من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم وعض عليه حصباء ورفعه شبراء ويحرم وطء القبور والجلوس عليها والاستناد إليها والصلاة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها رواه مسلم في صحيحه وفي التلمذي النهي عن وطئها وعن عمر بن حزم قال رعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أخرجه أحمد بسند صحيح لا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة لا يدفن اثنان في قبر واحد بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار إلا لحاجة وضرورة كضيق الأرض وكثرة الموت بحيث يعصر إفراد كل ميت بقبر وحينئذ فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد بحسب الضرورة كما يجمعون عند ضيق الكفن في ثوب واحد للاتباع في قتل أحد كما رواه البخاري ويقدم الأفضل على غيره إلى جهة القبلة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتل أحد عن أكثرهم قرآن فيقدمه إلى اللحد ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها لما فيه من انتهاك حرمة الموتى واعلم أن الميت إذا بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه بعد دفنه نبش القبر وأخرج المال من جوفه أما إذا ابتلع مالا لنفسه فإنه لا ينبش ولا يشق لإخراجه وعلم كذلك أن ضمة القبر عامة لكل ميت وإن لم يكن مكلفا ولم يسلم منه إلا الأنبياء وفاطمة بنت أسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمرغ في قبرها وكذا من يقرأ في مرضه الذي يموت فيه قل هو الله أحد وسلن لنحو جيران أهل الميت تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفار طعام فإنه قد أتاهم ما يشغلهم رواه أحمد في مسنده والتلميذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم البكاء على الميت يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده أما قبله فللواية أنس رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان رواه الشيخان وأما بعده فلما رواه أنس أيضا قال شهدت دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها رواه الشيخان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله رواه مسلم والأولى عدم البكاء بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجبت فلا تبكين باكية إسناده صحيح ومعنى وجبت خرجت الروح النياحة عليه وتحرم النياحة على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب حاشيا السربان القميص والدرع سترة فوق القميص انتهى رواه مسلم والنوح رفع الصوت بالند وهو أن تقول الخاسرة وسنداه وقوة ظهراه وعزاه وظريف الشمائل ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسنداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت رواه التلمذي وقال إنه حسن واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة وكذا يحرم شق الجيب الجيب طوق الثوب وضرب الصدر والخد ونثر الشع والدعاء بالويل ونحو ذلك ولبس غير ما جرت به العادة والضبط في ذلك كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافر القيادة والاستسلام لقواء الله تعالى لأنه أمر جاهلي جاء النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخد وشق الجيب ودعى بدعوة الجاهلية رواه الشيخان وفي الصحيحين بارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة والصلق رفع الصوت عند المصيبة والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم من من ظلمه والاستغاثة منه وذلك عدل من الله العزيز الحكيم فعلى المسلم أن يتبرأ من مثل هذا الصنيع الجاهل ويحذر أهله منه وعلم أن الميت لا يعذب بشيء من ذلك ما لم يوصي به قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بخلاف ما إذا أوصى به كقول القائل يوصي بذلك إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإمعتته وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك وتندب المبادرة بقضاء دين الميت لخبر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه تلمذي وحسنه وتجب المبادرة عند طلب صاحب الدين ويكره تمني الموت لضر نزل به في بدنه أو ضيق في دنياه إلا لفتنة دين فلا يكره أما تمنيه لغرض آخر فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله تعالى ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أكثر من ذكر هذه اللذات فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثرة أي لا يذكر في كثير من الدنيا إلا قلله ولا في قليل من العمل إلا كثرة ويجب أن يستعد للموت بتوبة النصوح فيبادر إلى ترك المعاصي بالإقبال على الله لأن لا يفاجئه الموت المفوت للتوبة انتهي الشريط السابع من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات وللكتاب بقية على الشريط الثامن الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من كتاب الفقه الميسر نواصل القراءة في التعزية التعزية في اللغة التسلية وشرعا الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعظ الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب للوزر والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته وهي سنة لخبر ما من مسلم يعزي أخاه من مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة ولما روى أسامح رضي الله عنه قال أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن نبنا لها في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فاخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب رواه الشيخان وفي الحديث فائدتان جليلتان من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة الإيمان وذلك أن الشخص إذا ذاق أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا يشق عليه أمر مصيبته لأن الملك لله يتصرف فيه كيف يشاء فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب فإن فاته ذلك تعددت نصيبته وهذا إنما ينشأ من فراغ القلب عن الله تعالى بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وقطيع عن ربه وبعدا عن غايته روي أن أصحاب ابن سعود رضي الله عنه تعجبوا من حسن أولاده فقال لهم لعلكم تعجبون من حسنهم والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم علم رضي الله عنه أنه مظلة قطعه عن ربه فقال ما قال خشية الشغل بهم فيفوته المقام الأسنى وهو رضى الله سبحانه وتعالى وقد أرسل الإمام الشفائي رضي الله عنه إلى بعض أصحابه يعزيه في ابن له قد مات بقوله إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين ما يستحب فيها ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنفاهم ولكن لا يعز المساء إلا المساء ومحارم المساء وتسن التعزية قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن والجزع ولكن بعده أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم وتندب البداء بأضعفهم عن حمل المصيبة ويقال في تعزية المسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وأغفر لميتك أو أخلف الله عليك أو نحو ذلك ويقال للمسلم في الكافر أعظم الله أجرك أصبرك وأخلف عليك أو نحو ذلك ولا يقال أغفر الله لميتك لأن الله لا يغفر الكفر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به سورة النساء الآية الثامنة والأربعون ويقال في تعزية الكافر في المسلم غفر الله لميتك أو أخلف الله عليك أو نحو ذلك ويقال في تعزية الكافر في الكافر أخلف الله عليك ولا نقص عبدك وتعزية الكافر غير مندوبة وإنما هي جائزة ما لم يرجى إسلامه وإلا استحبت وتكون التعزية في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب وبعد الثلاثة مكروها لأنها تجدد الحزن وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثة ففي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة حاشية الحداد ترك الزينة ولبس السواد لموت قريب أو حبيب الحداد ترك الزينة ولبس السواد لموت قريب أو حبيب انتهت والاستثنى من ذلك ما إذا كان المعزي أو المعزة غائبة فإنها تنتد إلى قدوم الغائب الزكاة الزكاة في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير يقال زكى الزرع إذا نمى وزكى المال إذا كثر وزكى فلان إذا زاد بره وخيره وتطلق على التطهير قال تعالى قد أفلح من زكاها الشمس التاسعة أي طهرها وتطلق على المدح قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم النجم الثانية والثلاثون أي تمدحوها وشرعا اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة وسميت بذلك لأن المال ينمى ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها قال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الروم التاسعة والثلاثون حكمها هي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى وآتوا الزكاة سورة البقرة الآية العشرة بعد المئة وقال تعالى خذ من أموالهم صادقة التوبة الثالثة بعد المئة وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ومنها الزكاة وهي أحد أركان الإسلام فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية ومن منعها أخذت منه قهرة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها أنواعها الزكاة نوعان أحدهما ما يتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر الثاني ما يتعلق بالمان وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة المواشي المواشي أما المواشي وهي الإبل والبقر والغنم فتاجب فيها بالإجماع والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة فاحتملت المواساة ولأن الأصل عدم وجوبها في غيرها شروطها وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم ونعقد الإجماع على ذلك فلا زكاة على كافر إن كان أصلية لأن الصديق رضي الله عنه قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ولأن الكافر لا يطالب بها حال الكفر وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام ولا زكاة على رقيق لأن العبد لا ملك له لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء النحل الخامسة والسبعون فالعبد وما ملكت يداه لسيده ولا زكاة على صاحب الملك الضعيف كالمال المسروق والمغصوب والمودع عند من جحده لأنه من نوع من التصرف فيه بسبب السرقة والغصب والجحد نعم تستقر فيها الزكاة ولا يتجب إخراجها حتى يعود إليه فلو ترف المال قبل عوده إليه سقطت الزكاة فيه ويقال مثل ذلك في الدين الثابت على الغير قبل قبضه حتى يعود إليه كذلك والمال الملتقط إذا مضى عليه سنة ولم يعرف فزكاته على صاحبه بعد القبض أما إذا عرف وتملكه الملتقط فزكاته عليه وتسقط عن صاحب المال ولا زكاة على من ملك دون النصاب لأنه شرط في وجوب الزكاة كما سيأتي ولا زكاة على من ملك نصابا أو أكثر ولم يحل عليه الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود ولا زكاة في المعلوفة واحتج له بكتاب أبي بكر رضي الله عنه في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات رواه البخاري والسوم الرعي في كلاء مباح ولا زكاة فيما عدا هذه الثلاثة الإبل والبقر والغنم لأن النص ورد فيها وبقي ما عداها على الأصل من عدم وجوب الزكاة فيها ولخبر الصحيحين ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة الأثمان وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة مضربان أم لا والأصل في وجوب الزكاة فيهما قبل الإجماع قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة التوبة الرابعة والثلاثون والكنز هو الذي لم تؤد زكاته شروطها وشروط وجوب الزكاة فيها خمس الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول فمن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط فإذا زال ملكه في أثناء الحول عن النصاب أو عن بعضه ببيع أو غيره انقطع الحول فلو عاد إليه بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطائه بزوال ملكه فعوده إليه ملك جديد الزروع أما الزروع وهي الحبوب التي يقتات بها كالبر والشعير والذرة والأرز والدخم والعدس والحمص والباقلة والفول واللوبيا والجلبان والماش حاشية الدخم نوع من الحبوب يقتات به في بعض البلاد ومن سنبله تتخذ المكانس بين معقفتين المقشات الجلبان والماش نوع من الحبوب التي يقتات بها انتهى لورود النص في بعضها وألحق به الباقي والأصل في وجوبها قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الأنعان الحادية والأربعون والمئة شروطها تجيب الزكاة في الزروع بشروط ثلاثة الأول أن تكون مما ينبته الآدميون أن يزرعون جنسه كالأصناف المذكورة فإن نبت بنفسه كالذي يحمله الهواء فإن كان في أرض غير مملوكة فلا زكاة فيه كالنخل والكرم الذي ينبت في الصحراء إذ ليس لها مالك معين فإن كان لها مالك معين بأن نبت ذلك في أرض لشخص معين وجبت عليه زكاته الشرط الثاني أن يكون مما يقتات في حال الاختيار والقوت هو ما يستمسك في المعدة كالأصناف المذكورة من البر وما عطف عليه ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات أن الاقتات ضروري لا حياة بدونه بخلاف ما لا يقتات لأن أكله تتنات لا تدعو الضرورة إليه كالكمون والكراوية والخضروات والقثة والبطيخي ونحو ذلك الثالث أن يبلغ نصابا وسيأتي بيانه على من تجب قال بعض الفقهاء تجب على المالك للأرض وقال آخرون تجب على الزارع المالك للزرع ولكل وجهة الثمار المراد بالثمار ثمار النخل والكرم لخبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتأخذ زكاته زبيبا كما تأخذ صدقة النخل تمرأ رواه الترميلي وحسنة وصحها ابن حبان والخرص التقدير شروطها تجب الزكاة فيها بشروط أربعة الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وسيأتي بيانه ووجه اختصاص التمر والزبيب بالزكاة أنهما يقتاتان فأشبه الحب بخلاف غيرهما من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذة أو تناعمة أو تأدما فليس بضروري وذلك كالكومفرى ورمان والخوخ والسفرجل وفي التين خلاف فقيل إنه في معنى الزبيب بل أولى لأنه قوت أكثر منه تفكها عروض التجارة العروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال وهي ما أعدت للتجارة شروطها وشروط عروض التجارة هي شروط الأثمان ولابد مع هذا أن تصير العروض مال تجارة وأن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض لتتميز عن القنية ولابد أن يكون الملك بمعاوضة محضة فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة وارث ووصية لامتفاء المعاوضة والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبت البقر السابعة والستون بعد المئتين قال مجاهد نزلت في التجارة لخبر في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته رواه الحاكم على عشر الشيخين والبز الثياب المعدة للبيع عند البزازين حاشية البزازون تجار الثياب انتهى وزكاة العين لا تجب في الثياب فتعين الحمل على زكاة التجارة مر عمر رضي الله عنه على رجل يبيع وأدمى بين معقفتين جلدا حاشية آدمى بفتحات انتهى فقال أدي صدقة مالك فقال يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم قال قوله ثم أخرج صدقته رواه الشافعيل وأحمد والدار قطني والبيهقي نصاب الإبل وأول نصاب الإبل خمس وفي هاشاه وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والدليل على أن أول نصاب الإبل خمس قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة حاشاه الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر مختار الصحاح انتهت رواه الشيخان وإنما وجبت في الشاه للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء لضرر المشاركة والأصل في ذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطى الحديث رواه البخاري وعلم أن الشات الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل هي الجذعة من الضأن وهي ما لها سنة وشرعت في الثانية ومن المعز ما لها سنتان إذ الشات تصدق على الغنم والمعز وبنت المخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض وهي الحوامل والمخاض ألم الولادة وأما بنت اللبون فما لها سنتان وسميت بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانية ويصير لها لبن وأما الحق فما لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأما الجذعة فما لها أربع سنين وطاعنت في الخامسة وسميت لذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه قال الأصمعيل لأن أسنانها بعد ذلك لا تسقط نصاب البقر أول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة رواه التنبيدي وقال إنه حسن وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين وقال الروياني هو مجمع عليه والتبيع بن سنة دخل في الثانية وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعة وأما المسنة فهي ما لها سنتان وسميت بذلك لتكامل أسنانها ثم يستقر الأمر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وهكذا أبدا نصاب الغنم وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحد ثلاث شياة ثم في كل مئة شاة لمعرى البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات فإذا زادت على عشرين ومئة ومئة شاة ففيها شاتان فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شات والجذعة من الضأن ما لها سنة والثنية من المعز ما لها سنتان لقول عمر رضي الله عنه لا تأخذ الأكولة ولا الرب حاشية الأكولة المسمنة للأكل والرب بفتح الرأي والباء المشددتين التي تربى في البيت للبنها أو لأنها تربي ولدها انتهت الحاشية لا تأخذ الأكولة ولا الرب ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية رواه مالك ولو كانت ناشيته صحاحا ومراضة لم تجزي المريضة وكذا المعيبة بقوله تعالى ولا تومن الخبيث منه تنفقون البقرة السابعة والستون بعد المائتين وفي الحديث ولا تأخذ في الصدقة هائمة ولا ذات عوار رواه البخاري والترمذي بلفظ العيب وقال إنه حسن وانهرم العاجزة عن كمال الحركة بسبب كبارها والعوار العيب ولو كانت ناشيته كلها معيبة أخذت الزكاة منها لأنها ماله قال تعالى خذ من أمواله مصادقة التوبة الثالثة بعد المئة ولأن الفقراء كسائر الشركاء ولو كان لفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به وكذا لو تمخض الذكور أخذت الذكور أما تأخذ المريضة عن المراض وتأخذ الصغيرة عن الصغار لقول أبي بكر رضي الله عنه في أهل الردة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه رواه البخاري والعناق هي الصغيرة من الغنم ما لم تجذع وصورة ذلك أن تموت الأمهات في أثناء الحول ولم يبق إلا صغارها فتأخذ العناق لعدم وجود غيرها ولا تأخذ الأكولة ولا الربة لأنها من كرائم الأموال ولا الحامل لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلو كانت ناشيته كلها حواملة لا نطالبه بحامل لأن الأربعين فيها شاه والحامل شاتا نعم لو رضي المالك بإعطاء الأكولة والحامل فإنها تأخذ منه وكذا الرب زكاة الخليطين الخلطة على نوعين أحدهم خلطة شيوع وهي التي لا يتميز فيها نصيب واحد عن الآخر ثانية خلطة الجوار وهي التي يكون مال كل واحد مميزا عن مال غيره ولكن يجاوره مجعرة المال الواحد ولكل من الخليطين أثر في الزكاة فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري فلو كان لأحد ثلاثون من البقر والآخر أربعون فأخذ عامل الزكاة ما هو فرض المال فيهما رجع صاحب الثلاثين بالفرق على صاحب الأربعين لأن زكاة الثلاثين أقل من زكاة الأربعين شروط زكاة الخلطة ويشترط لزكاة الخلطة تسعة شروط الأول الاتحاد في المراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلا الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى الثالث الاتحاد في الراعي أي لا يختص أحدهم براعي ولا بأس بتعدد الرعاة الرابع الاتحاد في الفحل فلا يختص أحدهم بفحل وفي الحديث والخليطاني مهما اجتمع في الفحل والحوض والراعي رابد رقمي بإسناد ضعيف والمراض بالفحل الجنس الصادق بالواحد والمتعدد والشروط أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة بين الماشية لا يختص واحد بفحل دون الآخر الخامس الاتحاد في المشرب وهو مكان الشرب لأن تشرب الماشية من نهر أو عين أو بئر أو حوض بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره السادس الاتحاد في الحلب بفتح اللام وهو موضع الحلب السابع أن يكون المجموع من الخليطين نصابا فلو كان المجموع أقل من أربعين شاه فلا زكاه الثامن أن يكون الخليطان من أهل الزكاه التاسع أن تدوم الخلطة جميع السنة وعلم أن الخلطة كما تؤثر في المواشي تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة على الأصحة لأن الارتفاق الحاصل في الماشية يحصل أيضا في هذه الأنواع وأيضا فعمم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع الحديث يتناولها فيشترط في المعشرات اتحاد النعطور حاشية النعطور حافظ الزرع والشجر انتهى والفلاح والعمال والملقح واللقاط حاشية الملقح والملقح الذي يلقح النخل بالطلع ليصلح ثمرها أما اللقاط فهو الذي يجمع السنابل التي يخطئها الحاصد انتهى والنهر والجريل وهو البيدر حاشية البيدر موضع تجفيف الثمار انتهت الحاشية وفي غير ذلك اتحاد الحانوت والحارس وفي الميزان والوزان والناقد الذي يصرف النقد والمنادي والمتقاضي الذي يجمع الأموال من العملاء وفي الدراغم الاتحاد في الصندوق وفي أمتعة التجارة بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر بشيء ثبتت الخلطة لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية نصاب الذهب وأول نصاب الذهب أشرون مفقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مفقال وفيما زاد فبحسابه ونصاب الورق أي الفضة مئة درهم وفيها ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه وزكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم التوبة الرابعة والثلاثون والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته وفي صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت وإيدت له والمراد بحقه زكاتها والإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مئة درهم وعلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالة وعلى أن الواجب ربع العشر انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في نصاب الذهب شروط زكاة الذهب يشترط في زكاة الذهب والفضة ثلاثة شروط الأول بلوغ النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالة وفي الفضة مئة درهم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار روه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة رواه الشيخان والأوقية أربعون درهمة وفي البخاري وفي الرقة ربع العشر والرقة الذهب والفضة الثاني أن يحول عليه الحول لقوله صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري الثالث أن يكون الذهب والفضة خالصين فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب أشرين مثقالا ومن الفضة مئة درهم ويجب أن يخرج عن الزائد على النصاب ولو قل فعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء حتى يكون لك أشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحسابه رواه أبو داود وأحمد أوراق البنك نوت هي وثائق بديون مضمونة وتقدر بالفضة فإذا بلغت قيمتها مئتي درهم فأكثر وجب زكاتها وهو ربع العشر زكاة الحلي اختلفوا في زكاة الحلي المباح على قولين أحدهما وجوب الزكاة فيها لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا فقالت لا فقال لها أيا سرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله رواه أبو داود بإسناد صحيح حاشية ورواه التلمذي والنسائي وقال الحافظ بن حجر إسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة انظر التلمذي مع التحفة في الجزء الثالث صفحة السادسة والثمانين بعد المائتين والتلخيص في الجزء الثاني صفحة الخامسة والسبعين بعد المائة وانتهت الحاشية ثانيهما وهو الأظهر عدم الوجوب لأنه معد لإستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر رواه مارك في الموطأ الصفحة السبعون والمائة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج لهن من حليهن الزكاة كما روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج الزكاة من حلي بناته وجواره وقال أحمد خمسة من الصحابة لا يرون في الحلي زكاة أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء فعلى هذا لا يمكن أن يكون هؤلاء عملهم بدون دليل لأنهم أعرفوا بأقوال الرسول وما يحمل عليه لذلك يجمع بين الحديث المجب لزكاة في الحلي وبين أقوال هؤلاء الصحابة بأن الحديث محمول على الإسراف في الحلي على المعتاد حيث تجب فيه الزكاة أو الحلي لغير اللبس أما الحلي لأجل اللبس فلا تجب فيه الزكاة حاشية وانظر الموطأ في كتاب الزكاة في الصفحة السبعين والمئة والحادية والسبعين والمئة وتلخيص الحبير في الجزء الثاني صفحة السابسة والسبعين والمئة وانظر رغاية القصوى في الجزء الأول للصفحة التاسعة والسبعين بعد الثلاثمئة انتهى وأجيب عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجود وإنما حكم على فرد منه وهو قوله هذا لأنه كان فيه سرف بدليل أنهما غليظتان ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة وأما الحلي غير المباح فإنه يجب زكاته مثل أن تتخذ المرأة حلية الرجال كحلية السيف أو تزيد في الحلية عن عادة أمثالها فهذا وأمثاله تجب فيه الزكاة ومثل ذلك ما يتحلى به الرجال من الذهب والفضة غير الخاتم منه يجب زكاته وكذا تجب في أوان الذهب والفضة ولا زكاة في الجواهر الثمينة كاللؤلؤ واليواقيت وما إليها إلا إن اتخذت للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب لأنه لم يرد دليل على وجوب الزكاة فيها والحكم على البراءة الأصلية نصاب الزروع والثمار ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق لما في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ورواية مسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق زاد بن حبان في صحيحه بإسناد متصل والوسق ستون صاعة ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك والاعتبار بمكيال المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة وغلت القرية وثمار البساتين الموقوفة على المساجد والرباطات والمدارس والقناطر والفقراء والمساكين لا زكاة فيها إذ ليس لها مالك معين مقدار الواجب وتجب فيما سقي بدون آله كالذي سقي بماء المطر ونحوه من الزروع والثمار العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر لعدم المؤونة في الأول وحصولها في الثاني ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرية العشر حاشين العثري بفتح الثاء هو الذي لا يشرب إلا من المطر انتهى وفيما يسقى بالنضحي نصف العشر حاشين النضح الدواليب ونحوها انتهى رواه البخاري وفي مسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالساقية نصف العشر حاشين الغيم السحاب انتهت وفي رواية أبي داود في البعل العشر حاشين البال هو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء انتهى وعلى النهر انعقد الإجماع قاله البيهقي وغيره وإذا سقي بعضه بما يوجب العشر وبعضه بما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع العشر تقويم عروض التجارة وتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر والاعتبار في التقويم بآخر الحول لأن تقويم العروض في كل لحظة يشط ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك فإن اشتريت عروض التجارة بنقد وكان نصابا قول ما به في آخر الحول فإن بلغت قيمته نصابا زكاة وإلا فلا أما لو اشتريت بعرض فإنه يقوم بغالب نقد البلد فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا وإن اشتريت بنقد وعرض فما قابل النقد قويم به وما قابل العرض قويم بنقد البلد زكاة المعادن المعادن جمع معدن وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك وسمي بذلك لإقامته في المكان الذي أثبته الله فيه تقول عادنا بالمكان إذا أقام فيه ومنه جنات عدن بعض الآيات الثالثة والعشرين من سورة الرعت جنات عدن أي إقامة وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وما زاد فبحسابه ولا زكاة إلا في معدن الذهب والفضة وقيل تجب في كل معدن كالحديد ونحوه ويشترط فيه النصاب دون الحول أما النصاب فلعموم الأدلة وأما الحول فإنه يجب لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع ويشترط أيضا أن يستخرج من أرض مباحة أو مملوكة للمستخرج وأن يكون من أهل الزكاة فلا زكاة على العبد لأنه وما ملكت يداه لسيده ويمنع الكافر من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من إحياء الموات والذي يمنعه هو الحاكم فقط فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب ووقت وجوب الزكاة فيه عند حصول المعدن في يده ووقت إخراج الزكاة عقب تخليصه وتنقيته من التراب ونحوه كما أن وقت وجوب الزكاة في الزرع عند اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية من سنبله وزكاة المعدن ربع العشر لما تقدم زكاة الركاز الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس رواه الشيخان ولا يشترط فيه الحاول لما تقدم في المعدن وفي وجود النصاب خلاف فقيل بحجوبه لأنه مستفاد من الأرض كالمعدن وقيل لا يجب لعمم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس فلم يشترط النصاب ويعرف دفين الجاهلية بضرب الجاهلية الذين هم قبل الإسلام بأن يكون عليه اسم من أسماء ملوكهم وعظم أن أدوات الصناعة كالآلات النيكانيكية وكذا الدور التي تبنى للاستغلال أصبحت الآن أموالا نامية ومتوافرا فيها سبب الزكاة وهو المال النامي وبما أن الدور المشايدة والمصانع أموال ثابتة فإن الزكاة تأخذ من غلاتها قياسا على الأرض الزراعية وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشر فيما يسقى بالمطر أو السيح من غير آله ونصف العشر فيما يسقى بآله ويجب تطبيق هذا المبدأ في المصانع والدور أما الدور التي تتخذ للاستعمال الشخصي فتستمر على الإعفاء من الزكاة لأنها من الحاجات الأصلية وهذا ما قررته حلقة الدراسات الاجتماعية التي انعقدت في دمشق في ديسمبر سنة 56 وتسعمائة وألف من الميلاد وأوسط به الدول العربية مصارف الزكاة تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الدقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية الستون سورة التوبة الصنف الأول الفقراء والفقير هو الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب ولكن لا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة مثلاً ولا يملك إلا اثنين ولو كان له مال على مسافة بعيدة فله الأخذ من الزكاة إلى أن يصل ماله ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين ولو قدر على الكسب فلا يعطى لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي والمرة القوة وفي رواية لذي قوة مكتسب ولو أقبل على الكسب لانقطع تحصيل العلم النافع حالت له الزكاة وواصل التحصيل ولو كان الكسب يمنعه عن أداء أوراده لا يحل له أخذ الزكاة لأن الاستغناء عن الناس أولى الصنف الثاني المساكين والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة وعنده سبعة وكذلك من يقدر أن يكتسب ولا يكفيه كسبه حتى لو كان تاجراء وكان معه رأس مال تجارة وهو النصاب جاز له أن يأخذ الزكاة ووجب عليها أن يدفع زكاة رأس المال نظراً إلى الجانبين جانب الحاجة فيأخذ الزكاة وجانب النصاب فيدفع زكاة الصنف الثالث العامل العامل هو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكاوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه وهو أن يكون ثقيماً في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب والمستحق من غيره وأن يكون أميناً حراً لأنها ولاية عدلاً فلا يكون فاسقة مسلمة فلا يكون كافراً لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين والبطانة الأصفياء تطلعونهم على سركم الآية الثامنة عشر بعد المئة من سورة آل عمران قال عمر رضي الله عنه لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد بعدهم الله وقال تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الآية الحديثة الأربعون والمئة سورة النساء الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم ضربان مسلمون وكفار أما الكفار فلا يعطون منها شيئا لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار وأما المسلمون فصنف دخلوا في الإسلام ونياتهم ضعيفة فيعطون تألفا ليثبتوا وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم فيعطون لذلك وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها فيعطون أيضا لهذا الصنف الخامس في الرقاب وهم المكاتبون فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق الصنف السادس الغارمون وهم ثلاثة أضرب الضرب الأول الذي استدان لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه بشرط أن يكون دينه في غير معصية وأن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه وإلا فلا لقدرته حينئذ على الوفاء ولو ودد ما يقضي بعض الدين أعطي البقية من الزكاة الضرب الثاني الذي استدان لإصلاف ذات البين وإسكان الفتن فهذا يعطى سواء كان غنيا أو فخيرا الضرب الثالث من نزمه الدين بسبب الضمان يعطى من الزكاة في الأحوال الآتية أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين أو يكون الضامن معسرا والمضمون عنه مسرا ولم يأذن للضامن في الضمان فإن أذن لم يعطى لأنه حينئذ يرجع على المضمون وهو موسر الحالة الثالثة أن يكون المضمون عنه معسرا فيعطى المضمون عنه دون الضهم فرعن ولو كان شخص عليه دين فقال لصاحب الدين ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزاءه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه ولو قال صاحب الدين للمدين اقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزم رده ولو كان له دين فقال جعلته عن زكاتي لا يجزئه على الصحين حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعه الصنف السابع في سبيل الله وهم الوزاة الذين لا رزق لهم في الفيء كالمتطوعين بالجهاد فيعطون ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر وسمي بذلك لملازمته السبيل وهو الطريق ويعطى إذا كان سفره في غير معصية ومحتاجة ويجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم لظاهر الآية فإن لم يوجدوا بل وجر بعضهم وجب الدفع إلى من يوجد منهم وأقل ما يجزء أن يدفعها إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم للثالث ولو لم يجد الثلاثة أعطى الموجود منهم ورد الباقي إليه إن كان مستحقا خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليه الأول الغني بمال أو كسب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي نعم لو لم يجد القوي من يستكسبه أعطي منها الثاني العبد لأنه غني بنفقة سيده ولأنه لا يملك شيئا فهو وما ملكت يداه لسيده الثالث بنو الناشم وبنو المطالب لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد روه مسلم ووضع الحسن رضي الله عنه في فيه تمره فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه وقال كخ كخ إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة حاشية كخ بكسر الكاف وفتحها كخ وسكون الخاء كلمة يراد بها زجر الصبي عن تناول شيء لا يراد تناوله انتهى ونفقت هؤلاء على بيت المال واختار البعض أنه يجوز دفع الزكاة إليهم إن حرموا من خمس الخمس حاشية وهو الاستخري والقاضي عمر والد البيضاوي انظر المجموعة في الجزء السالس الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين وانظر الغاية القصوى في الجزء الأول الصفحة الرابعة والتسعين بعد الثلاثمائة انتهت الحاشية الرابع من تلزم المزكي نفقتهم لأنهم مستغنون ومكتفون بنفقتهم وهذا هو الأصح وقيلوا ليعطون لأن اسم الفقر صادق عليهم وأما من لا يكتفي بها فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة لأن كانت مريضة أو كان لها من يلزمها نفقته فلها أخذ الزكاة قاله القفال الخامس الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فأعلمهم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإذا لم تأخذ إلا من غني مسلم لم تعطى إلا لفقير مسلم وقد استدل القائلون بعدم نقل الزكاة من بلد إلى بلد بهذا الحديث قال النووي رضي الله عنه في شرح مسلم وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سخط به الاستدلال وأيضا فإن الآية في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية الستون من سورة التوبة عامة وقد يقال قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم دلالة ظاهرة في أهل اليمن على أن الأصحاب على القول بعدم جواز النقل وقيل يجزئ النقل قطعة بل قال الروياني في البحر يدوز النقل قطعة وخصوصا إذا كان في تلك الناحية قرابة لتشوفهم وتطلعهم إلى ذلك بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته فإن تساوى القرابة وفقير البلد أشرك بينهم والله أعلم صدقة التطوع صدقة التطوع ثابتة سنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له البقر الخامسة والأربعون بعد المائتين وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا سورة المزنمل الآية العشرون قال صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل الفلو الحصان الصغير سمي كذلك لأنه فلا عن أمه أي فصل وعزل والفصيل ولد الناقة وقال صلى الله عليه وسلم ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاعي بره رواهما مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على عظم إن سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم ومن كسى مؤمنا عاريا كساه الله من خضر الجنة رواه أبو نعين في الحلية عن أبي سعيد بسند ضعيف والصدقة مستحبة في كل حال وفي شهر رمضان آكد ويستحب التوسعة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكذا عند الأمور المهمة وعند المرض والسفر وبمكة والمدينة شرفهم الله تعالى وفي الغزب والحج وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ويستحب أن يحسن إلى ذوي القرب من الأرحام والجيران وكذا زكاة الفرد والكفارة وأشد القرابة عداوة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة للقريب الكاشح وصرفها سرا أفضل من صرفها جهرة والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجاري الأجنبي لأنها صدقة وصلة ويكره التصدق بالردي والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به قال ابن عمر لأن أرد درهما من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم ثم مائة ألف ثم مائة ألف ثم مائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف ومن عنده نفقة أياله وما يحتاج إليه لهم ولدينه لا يدوز له أن يتصدق به وكذا إن فضل عن ذلك إن لم يصبر على الضيق ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دي نارين فقال صلى الله عليه وسلم كيتان من نار ومن يحصن الصنع يحرم عليه السؤال وما يأخذه حرام ويستحب التصدق ولو بشيء قليل قال تعالى فمن يعمل مفقال ذرة قيرا يره الآية السابعة سورة الزلزلة وفي الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره رواه الشيخان ويستحب أن يخص أهل الخير والمحتاجين ويحرم المن بالصدقة لأنه يبطل ثوابها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس حاشية سورة البقرة الآية الرابعة والستون بعد المائتين انتهت الحاشية ويستحب التصدق بما يحبه قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حاشية الآية الثانية والتسعون من سورة آل عمران وانتهت الحاشية انتهى شريط الثامن من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات تأليف احمد عيسى عشور وللكتاب بقية السادسة والعشرون اي امساكا عن الكلام وفي الشرع امساك عن شهوتين الفرج والبطن من الفجر الى غروب الشمس مع تبيت الميل حكمه هو فرد من فروض الاسلام ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة واجماع الامة قال تعالى كتب عليكم السيام كما كتب على النذين من قبلكم سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون والمئة اي فرد وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصنه سورة البقرة الآية الخامسة والثمانون والمئة وفي الحديث الصحيح بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان وسأل عدله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان ونعنقل الاجماع على وجوبه ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر فلا يجب على الكافر الاصلي ولا يصح منه لانه ليس من اهل العبادة ولا يجب على الصبي ولكن يعود عليه ولا المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتمل وعن المجنون حتى يعقل أخرجه أبو داود وأن من لم يقدر على الصوم أصلا أو لو صام أضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم ولكن يلزله عن كل يوم مد طعام إن كان موسرا فلو كان مؤسرا ثم أيسر لزمته الكفارة فروده للصوم فرود خمسة أولا النية ومحلها القلب وتجب لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة ولقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له رواه أحمد وأصحاب السنن يجمع يبيد ثانيا وثالثا من فرود الصوم الإمساك بعض وبما أنفقوا من أموالهم ما إذا كان معه أربعب حتى يتبين لكم الخيط الآبيض من الخيط الأسود من الفجر سورة البقرة الأهد الثامنة والسبعون والمئة فإذا أكل أو شربا أو جامع ناسية فإنه لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو أصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والمسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم خامسا الإنساك عن تعمد القيء فإن غلبه القيء لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي رواه أصحاب السنن ما يبطله يبطل الصوم بأشياء الأول إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عنده سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ومنه الدخان المعروف وشرط الباطن يكون جوفا سواء أحال الدواء أو الغذاء فيشمل باطن الرأس والأذن لقول ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج فتعميمه في الداخل يدل على أنه مفطر مفطر سواء كان مطعوما أو غير مطعوم وعلم أنه لو بالغ المتوضع في المضمضة والاستنشاق فوصل شيء من الماء إلى جوفه بطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة فلولا أن الفطر يحصل بالمبالغة فيهما لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن إذا سبقه ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير قصد ولا مبالغة فإنه لا يفطر لأنه من الخطأ المعفو عنه أما إذا وضع الماء في فمه أو أنفه لا لغرض المضمطة والاستنشاق فسبقه إلى جوفه أفطر لتعديه ولعدم الحاجة إليه ولو وضعت امرأة أصبعها في فرجها حال الاستنجاء أفطرت لحديث ابن عباس ولأنه لا يجب عليها إلا وزل ما ظهر من فرجها دون ما لم يظهر الثاني الحكمة في أحد السبيلين القبل والدبر لحديث ابن عباس المتقدم إنما الفطر هم ما دخل إلى آخره واستثنى من الأول دخول الذباب وغربلة الدقيق ونحوه كدخان البخور وغبار الطريق وما إليها واستثنى من الثاني خروج دم الحيض والنفاس والولادة والاستقاء طلب القيء والاستناء فإن القسم الأول لا يضر وهو مما دخل إذ لا قصد في إدخاله والثاني يضر وهو مما خرج لورود النص فيه وأما الحكمة الوليدية أو العضرية ففيها خلاف قيل إنها لا تفطر الصائب وقيل تفطره ومن قال إنها مفطرة أخذ بظاهر الحديث الفطر مما دخل وليس مما خرج الثالث صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة إن شاءت صبرت وأنفقت البنت وبنت الابن والأم وأنفقت على نفسها ونفقتها في كلت الحالتين ديما عليه إلى أن يوسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال فإذا حرم الجماع وأفطر به بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك أما إذا نزل المنيل بالتفكير أو بالاحتلام فإنه لا يفطر السادس والسادع الحيض والنفاس لأن صحة الصوم متوقفة على فقدهما فلو ترى حبيبنا أثناء الصوم بطل لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلو صح الصوم مع الحيض ما أمرت بقضائه وأما عدم أمره بقضاء الصلاة فهو تخفيف لأجل المشقة الثامن الدنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الحديث ومنه المجنون حتى يعقل التازع الردة وهي قطع الإسلام بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة سورة البقرة الآية السابعة عشر بعد المئة ولقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك سورة الظلم الآية الخامسة والستون والكفر كله ملة ونحدة العاشر الإغناء إن استمر جميع النهار ولم يفق في لغضة منه بطر صومه وإلا صح بخلاف النوم ولو استغرق جميع النهار لبقاء أهلية الخطاب بخلاف الإغناء ما يستحب في الصوم يستحب للصائم ثلاثة أشياء الأول تعجيل الفطر عند تحقيق الغروب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر روه الشيخان وروا ابن حدان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب أو ماء فيأكل أو يشرب وإذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر أو ماء ويستحب الفطر على تمر أو ماء في الشتاء وعلى رطب أو ماء في الصيف للحديث ولأن الحلو يقوي والماء يطهر وقال الروياني إن لم يدد التمر فعلى حل لأن الصوم ينقص النظر والتمر يرده فالحلو في معناه الثاني تأخير الصحور ففي الحديث إن تأخير الصحور من سنن المرسلين رواه ابن حدان في صحيحه وفي الحديث أيضا لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا الصحور رواه أحمد في مسنده ولأن في تأخير الصحور حكمة وهي مشروعيته التقوي على العبادة ويحصل الصحور بقيل المختار فإن ترتب عليه إثم حرم وكان واجبا كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة ففي صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس بالله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وفي الحديث أيضا ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري ولأن الكلام الفاحشة يحبط الثواب الأيام التي يحرم صيامها يحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى ففي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن مذر وكذلك أحرم صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي صحيح مسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وقيل إن للمتمتع بالعمرة العادي من الهدي أن يصوم أيام التشريق وهي المشار إليها في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يالد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم سورة البقرة الآن تسادسة وتسعون والمئة وفي البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنه ما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي واخترى نوري هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله صوم يوم الشك يحرز صوم يوم الشك تطوعا بلا سبب وكذا يحرم صومه لأجل رمضان لقول عماء بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صححه التنذي وابن حبان والحاكم ورواه البخاري تعليقا ولو نذر يوم الشك لم يصح أما إذا وافق يوم الشك معتاب صومه تطوعا بأن كان يصوم يوما معينا ويفطر يوما فإنه لا يحرم صومه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصومه روح الشيخان وكذا إذا وصل يوم الشك بما قبله لأنه بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان ويوم الشك على ثلاثة أوجه واحد إذا تحدث الناس برؤيته من غيره أنظر تفصيل هذه القصة في صحيح البخاري مع فتح الباري في الجزء الرابع صفحة الثالثة والخمسين بعد الأربع مئة ومسلم في الجزء الرابع صفحة السابعة لأنه مستحل ذلك وأما أهل الملتين فلا يارث المسلم الكافر وبالعكس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يارث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واختلف في إرث اليهودي من النصراني وعكسه والصحيح صفحة الإرث وهذا إذا كان ذنيين أو حربيين إذا كان أحدهما ذنيا والآخر حربيا فلا توارث بينهما لانقطاع المهلة ستي منسكينة تجب على من أفسد يوما من رمضان عامدا بجماع تام آثن به فلا كفرة على من جامع ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم أرفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا على المرأة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة ولا على المسافر إذا جامع بنية الترخيص على الصحيح لأن الإفطار مباح له فيصير شبه في درء الكفارة وكذلك كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا لانتفاء الإثم فإذا وجدت هذه القيود كلها وجبت الكفارة العظمى وحجة ذلك ما رواه الشيخان أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما أهلكك قال وقعت عن امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد ما تطعم ستين مسكينة قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك وفي رواية البخاري فأعتق رقبه وفي رواية لأبي داود فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعة والكفارة كما ذكر في الحديث كفارة ترتيب فإن عجز عن الجنية استقرت في ذنته وظاهر الحديث أن الفقير الذي لزمته الكفار يجوز له صرفها إلى أهله لقوله صلى الله عليه وسلم اذنب فأطعمه أهلك والصحيح أنه لا يجوز ذلك كالزكاة وسائر الكفارات والجواب عن الحديث من أوجه الأول أنه ليس في الحديث ما يدل على أوقوع التمليك وإنما أراد أن يملكه ليكفر به فلما أخبره بحاله تصدق به عليه ثم تستقر الكفارة في ذنته الوجه الثاني يحتمل أنه ملكه إياه وأمره أن يتصدق به فلما أخبره بحاجته آذن له في إطعمه لأهله لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية وهو محتاج ثم تستقر الكفارة في ذنته أيضا الوجه الثالث احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها إلى أهله وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر وهذه الأجوبة عن الحديث ذكرها الشافياء في الأم من مات وعليه صوم من فاته صيام رمضان ومات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته أقن عليه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية حاشية قال التلمذي والصحيح وقفه على ابن عمر انظر سنة التلمذي مع تحفة الأحوذي في الجزء الثالث الصفحة الخامسة بعد الأربعمائة وتلخيص الحبير في الجزء الثاني الصفحة التاسعة بعد المئتين انتهى وفي قول آخر إنه لا يتعين الإطعان بل يجوز للولي أن يصوم عنه بل يستحب له ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه رواه الشيخان وغيرهما وفي رواه إن شاء ولا خلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وقوله فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مجزئا الصوم والإطعان حاشية غير أن الراجحة هو القول بأن يصوم عنه وليه وذلك لقوة الحديث الذي ورد فيه ونظر صفحة البخاري مع فتح الباري في الجزء الرابع صفحة الثانية والتسعين والمئة انتهت الحاشية الشنخ الكبير وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعضوان وقد يقال إن المصرف يهب هذه الجوائز للمساهمين والهبة مشروعة والجواب إن دعوة الهبة بعيدة عن التحقيق لأن البنك قائم على أعطي وخذ ولولا أن البنك يستفيد من هذه الأموال التي اشترك بها المساهمين لما دفع من لي من واحدا لمشترك ولكن الربح الفاحش الذي يحصل عليه البنك من استغلال هذه الأموال في الربة ومنها يعطي لأصحاب الحظ نصوبهم من الجوائز وهو أذائيل بجانب ما يأضحه من الفائدة المحرمة والهبة من المال الحرام لا تجوز ولا تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة الرهن ثلاثة أسهم إذا خافت الحامل أو المرض على أنفسهما ضررا بينا من الصوم مثل الضرر الناشئ للمريض من المرض أفترط وعليهما القضاء كالمريض وإن خافت على ولديهما بسبب إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرض أفطارتا وعليهما القضاء للإفطار والفدية وهي إطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى وعلى الذين يتيقونه فدية من طعام مسكين وفي الحديث إن الله وضع عن المسنفر الصينة وشطر الصلاة وعن الحبلة والمرضع الصوم أخرجه أحمد وأهل الصنة وحسنه التلميلي ولأنه فترا ارتفق به شخصان الولد وأمه المريض والمسافر يبح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سورة البقرة الأمت الرابعة الثمانيون والمئة أي فأفطر فعدة من أيام الأخر واشترط في المريض أن يجد آلما شديدا بالصوم أو يخشى تأخر برئه ثم إن كان المرض مطبق فله ترك النية من الليل وإن كان متقطع كمن يحمل وقتا دون وقت فإن كان محميما باللول جاز منه ترك النية من الليل وإلا فعليه أن ينوي من الليل وهذا إذا لم يخشى الهناك وإلا واجب عليه الفطر واعلم أن غلبة البوع والعطش كالمرض وأما المسافر فشرط إباحة الفطر له أن يكون سفره طويلا مباحا فلا يترخص في القصير ولا في سفر المعصية لأن الرخص لا تنعط بالمعاصي والأفضل للمسافر الصوم إذا لم يتضرر به فإن تضرر بالصوم فالفطر أفضل صيام التطوع يستحب صوم الاثنين والخميس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس روى أحمد بسند صحيح ويستحب صوم الأيام البيض من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوان فكأن معصام الدهر روى الجماعة إلا البخاري والنسائي والأفضل صومها متتابعة متصلة بالعيد فإن خير البر عاجله ويستحب صوم تاسعاء وعاشراء من المحرم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشراء فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه نيوسى فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بنيوسى منهم فصامه وأمر بصيامه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه يهود والنصارى فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صلنا اليوم التاسع قال فأمر بصيامه مالكها بالالتقاط جاز اللقيط اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له سواء كان مميزا أو غير مميز لاحتياجه إلى التعهد ويقال له دعي ومنبوذ خرج البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد وخرج بالضائع غيره ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة في الحجة ويوم عاشراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس ما يكره صيامه يكره زوج الدهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد رواه الشيخان وغيرهما ولنهي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما أراد أن يصوم الدهر وقال له لا تفعل أخرجه الشيخان وغيرهما وقال لما بلغه عن المتكلفين في العبادة أنهم سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقلبوها فقال أحدهم أصوم ولا أفطر وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أنكح النساء فقال لهم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآت النساء فمن رابب عن سنتي فليس مني رواه الشيخان وغيرهما ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تصوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ويكره صوم يوم السبت وحده لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افطرد عليكم رواه أبو داود والتنبيذي وابن ماجم والبيهقي وصححه ولأن اليهود يعظمون يوم السبت وكذلك يكره صوم يوم الأحد لأن النصارى يعظمونه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالف أهل الكتاب تطوع المرأة بالصيام يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لقومه صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان رواه أحمد والشيخان وأما إذا غاب فلها أن تصوم تطوعا بغير إذنه زكاة الفطر يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر وزكاة البذن لأنها تزكي النفس وتطهرها وتنمي عملها والأصل في وجوبها مع رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين واشترطوا لوجوبها الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين فلا فطرة على كافر ثانيا غروب شمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر في رمضان وقيل تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قرب تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه كالأضحية ثالثا اليسار فالمعصر لا زكاة عليه وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوتي من تلزم نفقته آدميا كان أو غيرا ليلة الأيد ويوما ما يخرجه في الفطرة ويزكي الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأبنائه الصغار وكذا الكبار العادزين عن الكسب وكذا والديه الفقراء وخادمه الذي يخضمه بالنفقة عليه أما إذا كان يخضمه بالأجر فلا تجب عليه وكذا يخرجها عن عبده لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عن من تمونون رواه مسلم وغيره أما الكافر الذي تجب نفقته كالقريب والزوجة والعبد والأمر فإن هؤلاء تجب نفقتهم دون فطرتهم انتهى الوجه الأول اشتركوا في القناة الوجه الثاني يبدأ حالا ننصر القراءة في زكاة الفطر والواجب فيها صاع من غالب قوت البلد لحديث ابن عمر المتقدم وكل ما يجب فيه العش من الزروع والثمار مما يقتعت به الناس فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه ويجزئ الأقط وهو اللبن المتجمد لصحة الحديث فيه وهذا في من كان ذلك قوته وإلا فلا يجزئ واشترطوا في المخرج أن لا يكون معيبا ويكون حبا لأنه مورد النص فلا تجزئ القيمة ويكون من غالب قوت البلد لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه والصاع بالكيل المصري ربع كيلة فهي تكفي عن أربعة وقال بعضهم بجواز إخراج قيمة الزكاة إذا كان ذلك أنفع للفقير لقول معادر رضي الله عنه بأهل اليمن يتوني بثياب خميص أو لبيس جديد أو ملبوس مكان الشعير والذرة فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكن المدينة فقوله مكان الشعير والذرة يدل على جواز إخراج القيم إذا كان ذلك أنفع للفقير ولا يجز صرفه إلى الأصول والفروع لأن نفقت هؤلاء وادبة على المزكي إذا كانوا فقراء وكل من وجغت نفقته لا يدوذ إعطاء الزكاة إليه نعم إذا كان الأصل جد والفروع ابن ابن جاز إخراجها إليهم عند مالك رضي الله عنه وادوذ صرفها إلى الإخوة والعميمة والخؤول وأولادهم من ذو الأرحام باسم الفقراء والمساكين ولا يدوذ نقل الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وتصرف في فقرائهم وكل يدوذ نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لقول معاذ فإنه أهون عليكم وخيرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكن المدينة وقد تقدم بيانه في باب مصارف الزكاة وإذا كان الفقير عليه دين فقال له الداء جعلته عن زكاة لا يجزئه على الصحيح حتى يقبضه لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم نعم إذا كانت دين وديعة جاز وقت إخراجها ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد إلا لعذر كأن لا يجب من يستحقها أو وجده لكن حالا دون الوصول إليه حائل أو نحو ذلك وأفضل وقت لإخراجها بعد فجر العيد وقبل خروج الناس إلى صلاته لقول ابن عمر رضي الله عنهم وأثوابها أن تؤدى قبل خروج مال كالمتخذ من الذهب والفضة فأصح بيعها بعد كسرها لأنها مال وتستعمل في أغراض أخرى كاتخاذها حليا ونقودا وغير ذلك الثالث أن يكون المبيع مملوكا للبي وهو دخول رمضان منذ الحاشية بن عابدين في الجزء الثاني صفحة السابعة والستين بعد المئتين انتهت الحاشية والشافعي من أول رمضان والأفضل صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات والأعمان والعمات والأخوال والخالات وأولاد كل منهم ويقدم الأقرب فالأقرب الحكمة فيها والحكمة في زكاة الفطر أن الله تعالى شرعها طهرة للصائم من اللغو والرفث الفحش في الكذان لقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث رواه أبو داود وأيضا بإغناء الفقراء والمساكين عن دل سؤال في هذا اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم أغنرهم عن الطواف في هذا اليوم أخرجه الحاكم فضل الصوم ورد في فضل الصيام أحاديث كثيرة منهم قوله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعني للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني رواه أحمد بسنب صحيح ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاء رواه الجماعة إلا أبا داود الوعيد من الفطر ورد الوعيد الشديد من الفطر في رمضان من غير عذر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه رواه أبو داود ربن ماجه والترميذي الدعوات في الصيام روا الترميذي بسنب حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم وقال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فكره دعوة لا ترد رواه أبو ماجه الشهر المبارك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظل لكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كانك من أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كانك من أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعدقا لرقبته من النار وكان له مثل أدل من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء قالوا يا رسول الله ليس كل ما يجب ما يفطر الصائم في التزام إحضاره والكثالة جائزة إذا كان على المكفول حق لآدم كعقوبة قصاص وحد قذف لأنه حقة لبن حاشين مزيجه أو خليطه انتهى وهو شهر أوله رحمة وأوسطه منفرة وآخره عدق من النار واستكثروا فيه من خصار أربع خصلتين تربون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان تربون بهما ربكم فشهادت أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما النتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعودون به من النار ومن سق صائم سقاه الله من حوضي شربة لا يضمأ بعدها حتى يدخل الجنة رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان الاعتكاف تعريفه الاعتكاف في اللغة الإقامة على شيء خيرا كان أو شرا قال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سورة الأنبياء الأنت الثانية والخمسون وفي الشر إقامة محصوصة على وجه محصوص والاعتكاف مستحب في جميع الأوقات وفي العشر الأخير من رمضان آكد اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لمولة القدر لأنها أفضل الليالي والأصل في استحبابه الكتاب والسم وإجمع الأمة قال تعالى أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سورة البقرة الأنت الخامسة والعشرون والمئة وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سورة البقرة أن أهد السابعة والثمانون والمئة وقفت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف أشرين يوم روض أبو داود والبخاري وابن ماجه وقد اعتكف أصحابه صلى الله عليه وسلم وأزواجه معا وبعده وعلى هذا أجمعت الأمة أركانه وأركان الاتكاف أربعة أورد النية لأنها عبادة كسائر العبادات فافتقرت إلى النية ثانيا اللبث في المسجد ولا يكفي في اللبث قدر الطمأنينة بل لابد من الزيادة عليها بما يسمى أكوفا وإقامة واستحب الشافعي أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف أما المسجد فلأنه المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ونسائه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكافة إلا في مسجد جماعة خرجه ابن أبي شيده وسعيد بن منصور من حديث حليفة ثالثه المعتكف وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة رابعه المعتكف فيه وشرطه المسجد لمعمار والدامع أولى لأن لا يحتاج إلى خروج إلى البنعة ولأن الجماعة فيه أكثر وقد اشترت ذلك الزهري وأشار إليه الشافعي في القديم ألا تكنف المنبور ألا تكنف القربة من الله تعالى فإذا نذره صفا ووجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يتيع الله فليطاه ومن المرة ثم في كل أسعي عصه روه أحمد في مسنره والبخاري ولما ثبت أن عمر سعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك متفق عليه فلو نذر اعتكاف عشرة أيام فعليه الوفاء بذلك سواء نذرها متتابعة أو غير متتابعة وليس له في ماء ذن الخروج إلا لأدر وهو أنواع مما الخروج لقضاء الحاجة والمراد به البول والغائط وفي معناه الغسل من الاحتلان وذلك لا يدر قضاء ومنه الجوع فأجيز خريج للأكل ولو عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج والفرق بينه وبين الأكل أن الأكل في المسجد يستحي منه بخلاف الشرب ولا يجيز خريج لأيادة مريض ولا لصلاة جنازه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمره كما هو ولا يعرج يسأل عنه روه أبو داود وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس مره ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة إلا لما لابد منه ومنها ما إذا حاضت المرأة يرزمها الخروج لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائد ولا جنوب ومنه المرض فإن كان يشق معه القيام لحاجته إلى الفراش وتردد الطبيب يباح له الخروج ولا ينقطع به التتابع ولو خرج ناسيا أو مكرم لم ينقطع التتابع ولو خرج لصراطي الجمعة بطل اعتكافه لإمكان الاعتكاف في المسجد الجامع وكذا لو خاف فوات الحج بطل اعتكافه ولو جامع بطل اعتكافه لقوله تعانى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سورة البقرة الآية السابعة والثمانون ضرر فكان على الفور لو باشر بلمس أو قبله بشهر فأنزل بطل اعتكافه الحج 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 في اللغة القصد وشرعا قصد لبيت الحرام لأباء أفعال الحج من طواف وسائل ووقوف بعرفة وسائل المناسك استجابة لأمر الله وطلبا لمرضاته حكمه هو فرد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا سورة آل عمران الآية السابعة والتسعون وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحديث ومنه الحج وقال صلى الله عليه وسلم حد قبل أن لا تحد رواه البيتقي في السنن وهو معلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده فرضيته مرة واحدة وقد أجمعت الأمة على فرضيته في العمر مرة سأل الأقراء ابن خابس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد في كل سنة أم مرة واحدة فقال بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع أخرجه أحمد العمرة والعمرة كالحج فرض لقوله تعالى وأتني الحج والعمرة لله سورة البقرة الآية السادسة والتسعون والمئة وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لقتال فيه الحج والعمرة وأن خبر التلمذي عن جابر سويل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة له قال لا وأن تعتمم خير قال في المجموع تفق الحفاظ على ضعفه ولا تجد في العمر إلا مرة واحدة وأعمالها أعمال الحج غير الوقوف بعرفة تعلم أحكام الحج يجب على ما يريد الحج أن يتعلم أحكامه مما يجب ويحرم ويكره ويباح لأن الله لا يتعبده أحد بالجهل فإنما وجب عمله وجب العلم به قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحر الآية الثالثة والأرضان وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم رواه البيهقي وفي رواية ومسلمة أول ما يجب تعلمه وأول ما يجب تعلمه معرفة الحلال والحرام لأن الحلال يعين على الطعب ويبعد عن المعصية والله كيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر بهم وسلم فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات سورة المؤمنون الآية الحادية والخمسون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رذقناكم سورة البقرة الآية الثانية والسبعون والمئة ومن جاء البائع بالثمن ربها إليه وإلا صارت ملكا للمشتري العلة في تحرين الربا ما يتقدم الله من المتقين المائدة السابعة والعشرون وقال الشهر إذا حجرت بمال أصله سحط فما حجرت ولكن حجت العير والحد من أفضل الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وغزو لا ولول فيه وحج مبرور رواه ابن حبان في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث يتكلم بالفرش رجع كهيئته يوم ولدته أخرجه الجماعة والحد واجب على التراخي ولكن الأفضل المبادرة إليه لقوله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أخرجه التلمجيني وقال صلى الله عليه وسلم من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرا أو سلطان جائر فلم يحج ليمت إنشاء يهوديا أو نصرانيا أخرجه أحمد شروط وضوب الحج ولوضوب الحج شروط الأول الإسلام لأنه عباده كالصلاة والزكاة ولحديث معاني ادعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا وذكر الحج فلا يجب على الكافر الأصلي وضوب مطالبة أما المرتد بعد الاستطاع فلا يسقط عنه فإن أسلم معسر استقر في ذنته بتلك الاستطاع أو نوسر ومات قبل التمكن حج عنه من تركته الثاني البلوغ فالصبي لا يجب عليه الحج لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي وقياساً على سائر العبادات الثالث العقلي فلا يجب على مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون الرابة الحرية فلا يجب على العبد لقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد حجة ثم أعتق فعليه حجة أخرى ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق السيد فالحد أولى الخامس الاستطاع لقوله تعالى ولله على الناس حد البوت من استطاع إليه سبيلا وليه نوعان استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير فالاستطاعة بالنفس لا بد فيه من الوجود أولا الراحلة بملك واستئجار فمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر بالسير العادي هذا يجب عليه ملك الراحلة أو استئجارها أما من بينه وبيننا دون ذلك فإن كان قويا على المشي لازمه الحج ولا تعتبر الراحلة وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ضالر اشترطت الراحلة ثانيا الزاد يكفيه ذهابا وإيابا واشترطوا في الزاد والراحلة أن يكون فاضلين على نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم وكل ما يحتاجون إليه مدة ذهابه وإيابه وعلم أنه لو قدر لو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنة وهو لقوع في الزنة فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج لأن خاجة النكاح ناجزة والحج على التراغ وإن لم يخف العنة فتقديم الحج أفضل ثالثا تخلية الطريق ومعنى أن يكون آمنا على نفسه وعبه وماله وإن قل قيانه انتهى الوجه الأول قال ابن حزم لولا وك حبطت فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالد والإفرام على ثلاثة وجوه الإفراد والتمتع والقران ولا خلافة جواز كل واخد منها ولكن الخلافة الأفضل نص الشافعي في عامة كتبه على أن الإفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران وصورة الإفراد أن يفرم بالحد وحده ويفرغ منه ثم يفرم بالعمرة وصورة التمتع أن يفرم بالعمرة من نيقات بلده ويفرغ منها ثم يفرم بالحج من مكة وهذه الكيفية مضمع عليها ويسمي متنتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه وصورة القران أن يفرم بالحج والعمرة نعا فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج والأصف لذلك ما رأتها عائشة رضي الله عنه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداء فمنا من أهل أي أحرم بعمرة ومنا من أهل بحج معمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج روه أحمد والشيخان ومالك الثاني الوقوف بعرفة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي الحج عرفة أي معظم أركان الحج عرفة ويحصل الوقوف بخضوره بجزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك أو حضر عرفة وهو نائم حتى خرج الوقت أرزاءه ذلك لبقاء التكليف عليه وشرط إجزاء الوقوف أن يكون الوقف أهلا للعبادة ثم في أي موضع وقف منه جاهز لأن الكل عرفة ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار ولكنه أفضل الثالث الطواف بالبيت أي طواف الإفاضة للإجماع على أنه مرض من قوله تعالى وللطواف بالبيت العتيق ولحبيث حيضي صفية واجبة الطواف وللطواف واجبة منها الطهرة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان ومنها سطر العورة بلباس طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النبقة فلا يمتق إلا بخير وقوله صلى الله عليه وسلم بأسماء بنت أمريس وقد حاضت اصنع ما يصنع غير أن لا تطوفي بالبيت لم يأخذ فرع الإبن المتوفى صلى المولاة المعتقة وهؤلاء مجمع على توريفهم وإذا اجتمعنا لم يرث منهن إلا خمسة الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الرجال والنساء ورث الأبوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين والأصل في إلث هؤلاء الإجماع والنصوص الآتية والدليل على عدم توريف غيرهم التمسك بالأصل واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ لأم ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء الحجب وخلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصبح منا مع رزول في الياه ولا يأمرها بالإقدام عليه وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحالة ضرورة وإن طفت مع عدم الضرورة فبالمقتبع توجيه هذا القول يجب الدم عليها انتهى كلامه وانتهت الحاشية فلو أحدث في أثناء الطواف لازمه الوضوء ويبني على الصحيح وقل يجب استئناف الطواف ومنه الترتيب بأن يبدأ من الحجر الأسود ويجب على البيت عي ساره ومنها يكون خارجا بجميع بدا مني عن جميع البيت بنا فيه الشاذروان لأنه جزء من البيت حاشية الشاذروان هو البناء المناسق لأساس الكعبة النبي يطوبع بني حلخ الكسأ الكسوة انتهت الحاشية وكذلك طواف وكانت يجب تحاري الشاذروان لم يصرها الطواف وكذلك يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر ومنها يقع الطواف في المسجد لأن البيت كله حام ففي أي موضع طاف فيه جهز ومنها العدد وهو يطوف سبعة ولا تجب المعالاة على الصحيح بل تسن وإسان الذكر حال الطواف لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سورة البقرة الآية العاشرة بعد المئتين أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصحه بن حبان والحاكم وعن ذي هريرة رضي الله عنه قال من طوف بالبيت سبعة ولا يتكلم إلا بسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ضحيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات وعفع له بها عشر درجات أخرجه ابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعونا الطواف بالبيت وبالصفى والمروى لإقامة ذكر الله روه أبو داود والحاكم الرابة من أركان الحج السعي بين الصفى والمروى لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام وهو يسعى يسعى فإن الله تعالى كتب عليكم السعي ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة واشترطوا وقوع السعي بعد طواف صحيح سواء كان طواف الإفابة أو طواف القدوم كما يشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفى ويختم بالمروى فإذا وصل إلى المروى فهي مرة وفي الثانية يبدأ بالمروى فإذا وصل إلى الصفى فهي مرة ثانية ويجب أن يسعى بين الصفى والمروى سبع مرات لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيه الطهارة ولا سجر العورة ولا سائر شروط الصلاة ويجوز السعي راكبا والمشو أفضل ولا يجبر تركه ببهن ولا يجوز التحلل بدونه الخامس الحلق أو التقصير لقوله تعالى محلقين وؤوسكم ومنقصرين وقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قالوا المقصرين رواه الشيخان وكل من الحلق والتقصير جائز للرجال والنساء ولكن الأفضل للرجال الحلق وللنساء تحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها الله الشيخان وللمعتمر والمتمتع بعد أن يفرغ من السعي ولمنعه هدي فوقته بعد ذبحه ويفتحب لمن لا شعر له كالأصلع أن يمر الموسى على رأسه انتهى الشريط التاسع من كتاب الفبه الميسر في العبادات والمعاملات وللكتاب بقية على الشريط العاشر الفبه المتحدة balloon 1 اشتركوا في القناة نوصل القراءة في الحج واجبات الحج تقدم الكلام على اركان الحج واليك بيان الواجبات فيه والفرق بينهما اي بين الواجبات والاركان الفرق بينهما ان الاركان يتوقف وجود النسك عليها ولا تجبر بدم والواجبات لا يتوقف عليها وجوده وتجبر بدم وواجبة الاحرام ثلاثة اشياء الاول الاحرام من الميقات فلو جاوز الميقات بلا احرام للنسك لازمه العود قبل تلبسه بالنسك ولو بعد احرامه فان لم يعد اوعد بعد تلبسه بالنسك لازمه دم ولو ناسيا او جاهلا ولكن لا اثم على الناس والجاهل والافضل ان يحرم من اول الميقات ليقطع باقيه محرمة الا في ذي الحليفة فالافضل ان يحرم من المسجد الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الميقات ميقاتان زماني ومكاني فالميقات الزماني بالنسبة الى الحج شوال وذو القادة وعشر ليال من ذو الحج اخرها ليلة النحر على الصحيح لقوله تعالى الحج اشهر المعلومات البقرة السابعة والتسعون والمئة وقوله تعالى يسألونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج البقرة التسعة والثمانون والمئة واما بالنسبة الى العمرة فجميع السنة وقت لها لاتفاق العلماء على جوازها في كل اوقات السنة واما الميقات المكاني فالمقيم بمكة سواء كان من اهلها او من غيرهم ميقاته نفس مكة وقيل مكة وسائر الحرم واحرام المكي من داب داره واما غير المقيم بمكة فان كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها او الحلة التي ينزلها البدوي وان كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه والمواقيت خمسة اما غير المقيم بمكة فان كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها او الحلة التي ينزلها البدوي وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه والمواقيت خمسة الأول ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة الثاني الجحفة وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب حاشية بدلت الآن برابغ انتهت الثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن الرابة قرن وهو ميقات المتوجهين من نجد هذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف وجاء في آخرها لقوله هن لهن ولمن أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة الخامس ذات عرق وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان وهذا أيضا منصوص عليه عند الأكثرين وقيل إنه باجتهاد عمر رضي الله عنه فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولازمه دم وهو شاد جذع ضأن أو ثنية معز لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم رواه ابن عباس مرفوعا وموقوفا فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم بشرط أن لا يكون تلبس بنسك فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام الناقص سواء كان ذلك النسك فرضا أو نفلا الواجب الثاني رمي الجمهر الثلاث ثلاث مرات الأيام التشريق الثلاثة غير جمرة العقبة فإنها ترمى يوم النحر وترمى إليها سبع حصيات فقط فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رميه اليوم الثالث من الأيام التشريق وأعلم أن عدد حصى كل يوم من هذه الأيام إحدى وعشرين حصى لكل جمرة سبع حصيات وإشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة أعلم أن عدد حصى كل يوم من هذه الأيام إحدى وعشرون حصى لكل جمرة سبع حصيات يشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة الأولى وهي التي تالي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة والواجب في الرمي ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحصات في المرمى لم يعتد بها على الصحيح لأنه لا يسمى رميه واشترط قصد الرمي فلو رمع في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به واشترط أن يرميها بيده فلو دفعها برجله أو رمع بقوس لم يدز واشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات فلو رمى حصاتين دفعها ووقعتها في المرمى فهي حصات واحدة حتى لو رمى السبع مرة واحدة فهي حصاة وإذا عجز عن الرمي لمرض أو غيره له أن ينيب من يرمي عنه شرط أن يكون النائب قد رمع لنفسه وإلا فلا يصح حاشية واعلم أن جمهور العلماء على أن رمي الجمرات ما عدا جمرة العقبة لا يصح قبل الظهر بل الواجب الرمي بعد الظهر إلى غروب الشمس فمن رمى قبل الظهر أو بعد الغروب فرميه باطل لا يصح ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى جواز تأخير الرمي إلى الليل وإلى طراء الفجر وفي هذا متنفس للكبار والضعفاء وذوي الحاجة وقد أجاز الإمام أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في رواية عنه وهو إن كانت رواية ضعيفة ولكن شدة الزحام والاحتياج الشديد الذي يقرب من الضرورة تجيز العمل بها امتهت الحاشية الثالث من واجبات الحج الحلق أو التقصير وعده من الواجبات ضعيف والمعتمد أنه من الأركان كما تقدم بل نقل الاكتفاق على ركنيته ولم يعتد بالخلاف وذلك عن طريق الإمام وعلى كل فلابد من الإتيان به وفي حديث جابر وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا نعم الأفضل للرجال الحلق طوافف المسجد هو شرط عند الجميع هناك من هو أقف لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث خطبة النساء الخطبة بكسر الخاء التماس النكاح ثم أن يصحبها زوج أو محرم وضابط المحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سميات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بمرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم فقال رجل يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وإني اكتثبت في غزوة كذا وكذا فقال لنطلق فحج مع امرأتك روح البخاري ومسلم وعيحي بن عباس قال كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي أني لم أحج حجة الإسلام وأنا موسرة ليس لي ذو محرم فكتب إليها إنك ممن لم يجعل الله له عليه سبيلا ويكفي النسوة الثقات على المشهور سنن الحج سنن الحج أولها الإفراد وقد تقدم بيانه ثانيها التلبية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتستحب التلبية حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام عزيز المستمع ذكر هنا أن سنن الحج أولها الإفراد ولعل هذا تصحيف فأول السنن الإحرام والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام لتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشية ودنبا وحائضا ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وعند حدوث أمر من ركوب ونزول وعند اجتماع الرفاق وعند إقبال الليل والنهار وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي لأن لهما أذكار تخصهما ولا يلبي في طواف الإفاضة والوداء لخروج وقت التلبية لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة ويستحب رفع الصوت بها للرجل دون المرأة ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله ردوانه والجنة وأن يستعيذ من النار ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم أثناء التلبية ويكره السلام عليه ولكن لو سلم عليه رد السلام ثالثها طواف القدوم لأنه تحية البيت الحار ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزاءه عن طواف القدوم كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد رابعها المبيت بمزدلفة ويحصل المبيت بمعظم الليل قاله الرافعي وقيل يحصل بلحظة من النصف الثاني من الليل ورجحه النووي خامسها ركعة الطواف أي طواف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع سادسها المبيت بمنا ليالي عرفة ويحصل المبيت بمعظم الليل سابعها طواف الوداع وهو آخر ما يفعله الحاج لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال آخر النسك الطواف بالبيت رواه مالك في الموط التجرد من المخيط اختلف الولماء في تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام فقال بعضهم بوجوبه وبه جزم الرافعي فقال إنه يجب التجرد عن المخيط عزيز المستمع أثبت هنا اللفظة الرافعي ولعله خطأ مطبعي ولعل الصحيح الإمام الشافعي فقال إنه يجب التجرد عن المخيط لألا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه وهو ممنوع وبهذا جزم النووي وذهب آخرون إلى استحبابه قال الإسنائي وهو المتجه لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلف ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوطء فإنه لا يمتنع عليه الوطء قبل الطلاق فإذا تجرد المحرم من المخيط يستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين لقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين وكذا أصحابه رواه مسلم وأما البيض فلقوله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وأكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ويكره المصبوغ ويستحب أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتين الإحرام ما يحرم على المحرم يحرم على المحرم عشرة أشياء واحد لبس المخيط اثنان تعطية الرأس من الرجل ثلاثة تعطية الوجه من المرأة فإذا أحرم الرجل حرم عليه اللبس في جميع بدنه ورأسه سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة لما في الصحيحين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران حاشية البرانس جمع بورنس ثوب رأسه ملتصق به الورس والزعفران نوعان من النبات يصبغ بهما الثياب انتهى وقيل لو لم يجد نعلين لبس خفين من غير قطع وحديث القطع منسوخ في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارة فليلبس الصراويل رواه الشيخان عن ابن عباس وأما في الرأس فلقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خرى عن بعيره ميتة لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية رواه الشيخان ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه بالخيط ويجوز أن يجعل له مياء الموات قوله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة ويطلق على الوط لقول الآبار وبناء الحيطان ونصب وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل تستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط ولها أن تستر وجهها بفوب أو خرقة بشرط أن لا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو غير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك أربعة ويحرم ترجيل الشعر وهو تسريحه وكذا حكه بالظفر إذا علم أن التسريح أو الحك ينتف الشعر لتلبده ونحوه خمسة ويحرم إزالة الشعر بالحلق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة البقرة السادسة والتسعون والمئة ولا فرق بين شعر الرأس وسائر البدن ولا فرق بين الحلق والنته والقص والإحراق والإزالة بالنورة ونحو ذلك حاشية النورة مادة مطهرة لإزالة الشعر انتهاء ستة وإزالة الظفر كالشعر ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك لإجماع العلماء على حرمة ذلك سبعة استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخبر ولقوله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات والطيب هو ما ظهر فيه غرب التطيب كالورد والياسمين والبنفسج واستعماله وضعه على الوجه المعتاد فلو حمل مسكا أو غيره في كيث أو خرقة مشدودة لم يحرم سواء شمه أم لا مص عليه الشافعي ثمانية قتل الصيد والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة سواء استؤمس أم لا ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه وكما يحرم القتل يحرم الاستياد والأصل فيه قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ويشترط في الصيد أن يكون مأكولا الآية من سورة المائدة الآية السادسة والتسعون يشترط في الصيد أن يكون مأكولا وأما غير المأكول فلا يحرم التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات بل قال في باب الأطعمة يجب قتله كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقول والغراب والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبقي والزنبور تسعا عقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو بالولاية لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية لا يخطب رواه مسلم وفي رواية الدار قطني لا يتزود المحرم ولا يزوج فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النهي يقضي التحريم والطواف الحنفية والشافئية والحنابلة شرط المالكية واجب وقيل شرط بدء الطواف من الحجر الأسود الحنفية والشافئية والمالكية واجب المالكة واختار التمليك ملكة وإذا ملكها صارت قرضا عليه فإذا جاء حرم الدواع الوطء كالطيب والعقد فلا أن تحرم هذه الأشياء أولى ولأن المباشرة تحرم على المعتكف ثالثا أن يكون يخرج من الحج بالفساد بل عليه أن يمضي في حجه ويتمنه وإن كان فاسدا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله سورة البقرة الآية السادسة والتسعون والمئة ويجب عليه القضاء فورا سواء كان الحج فرضا أو تطوع وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها وإن كانت طائعة عالمة بالتحريم فسد حجها من فاته الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يدرك الوقوف فقد فاته الحج لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة ليلى فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة ليلى فقد فاته الحج فليهل بعمره وعليه الحج من قابل رواه الدار قطني ولأنه ركم قيد بوقت ففات بفواته كالدمعة ويتحلل على الفور بعمل عمره وهو الطواف والسعي والحلق ولا بد من الطواف بلا خلاف وكذا السعي إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم ولا يجب الرمي بمنا وكذا لا يسن المبيت بها وإن بقي وقتهما وكما يجب القضاء يجب الهدي جاء هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم حلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإن كان عاما قابل فحجوا وهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع رواه مالك في الموطع بإسنال صحيح واشتهر ذلك فكان إجماعا من ترك ركنا من ترك ركنا من أركان الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ولا يجبر بدم بل يتوقف الحج عليه لأن منهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه وماهية الشيء تفوت بفوات جزئها تصلاة لا يخرج منها إلا بالإتيان بجميع أركانها الدماء الواجبة في الإحرام الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو فعل حرام واجبها شاه إلا في الجماع فالواجب بدنه ولا يجزئ في الموضعين إلا ما يجزئ في الأضحية إلا جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل في الصغير صغير وفي الكبير كبير والدماء الواجبة الأول الدم المتعلق بترك واجب كترك الإحرام من الميقات وترك الرمي وهو دم ترتيب وتعديل فتاجب شاه فإن عجز اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن عجز صامعا كل مد يوم صححه في المحرر وتبعه في المنهج الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه فمن حلق رأسه أو ثلاث شعرات أو فعل في الأضفار مثل ذلك لزمه الفدية بدم وهو دم تخيير وتقدير فيخير بين أن يذبح شاه وبين أن يتصدق بثلاثة أعصى على ستة مساكين لكل مسكين نصف صع وبين أن يصوم ثلاثة أيام وبين أن يصوم ثلاثة أيام والأصل في التخيير قوله تعالى فما إن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سورة البقرة الآية السادسة والتسعون والمئة فالتقدير فحلق شعر رأسه فحلق شعر رأسه ففدية وقد دين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أَوَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قال نعم قال أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين رواه الشيخان والفرق بفتح الفاء والرأ ثلاثة أعصع وفي معنى الحلق قلم الأغفار وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس والمقدمات الجماع لاشتراك الكل في الترفوه الثالث الدم الواجب بالإحصار فإذا أخصر الحاج أو المعتمر أي منع من الإتمام نسكه سواء كان في الحل أو في الحرم ولم يجد طريقا غيره تحلل ويذبح هدية حيث أخصر وأقله شاه تجزئ في الأضحية ولا بد من نية التحلل والأصل في ذلك قوله تعالى فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي وتقدير الآية فإن أخصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة ولا بد من تقديم الذبح على الحلق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة سورة البقرة الآية السادسة والتسعون الرابع الدم الواجب بقتل الصيد والصيد إذا قتله المحرم وكان مثلية تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم وبين أن يقوم مثل دراهم واشتري بها طعاما لهم أو يصوم عن كل مد يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا من بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما المائدة الخامسة والتسعون وإن كان الصيد غير مثلي فهو مخير بين أن يتصدق بقيمته طعام أو يصوم عن كل مد يوما كالمثلي والعبرة في هذه القيمة بموضع الإكلاف والمراد بالمثلي ما يقارب الصيد في الصورة وليس المراد المثلى في الجنس حتى يجب في النعام نعامة وفي الغزال غزال فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصب ورد عليهم الباخي على قدر فروضهم مسألة إذا مات جناعة وبينهم قرابة ولا يدرى أيهم مات أولا كما إذا غرقوا معا أو وقعوا في النار دفعة واحدة أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت أو قتلوا في معركة ولم يعلن المتقدم والمتأخر في موتهم انتهى حكما بذلك عمر رضي الله عنه وعطاء وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية الخامس الدم الواجب بالوقت وهو دم ترتيب وتعديل فتجب البدنة أولا فإن عجز عنها فبقر فإن عجز عنها فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة بدراهم ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به فإن عدد الصامع عن كل مد يوما واحتج لوجوب البدنة أن عمر وابنه وعبد الله رضي الله عنهما أفتأى بذلك وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما أما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدنة وأما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام فرجع إليه هنا عند العذر وتعتبر القيمة بمكة وهو الذي جزم به النووي في شرح المهذب وقيل بمنا وقيل بموضع مباشرة السبب موضع الهدي والإطعام الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره فإن كان عن إحصار يذبهه حيث أحصر لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية حيث أحصر وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب فاختص ذبحه بالحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة الآية الخمسة وتسعون سورة المائدة ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم لأن المقصود اللحم ولا فرق في المساكين المقيمين والطارئين نعم صرفه للمقيمين أفضل ولو تصدق بالإطعام بدل الذبح واجب تغصيصه بمساكين الحرم لأن البدل يعطى حكم المبدل منه بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث شاء إذ لا غرض للمساكين في الصيام في الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة مساكين ولا يجب التسوية بينهم بل يجوز أن يأخذ أحدهم أقل أو أكثر من غيره حاشيا يعلم أن جهور العلماء على أن هدية التمتعي لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد ولكن إمامنا الشافئي رضي الله عنه ذهب إلى أنه يجوز للمتمتعي بمجرد قص شعره وتحلله من العمر أن يذبح هدية وقد يكون ذلك قبل العيد بأيام كثيرة وفي هذا المتسع من الأيام يجد الذابحون لغيرها يأخذونها منهم بخلاف ما إذا ذبحها يوم العيد فإنه لا يجب من يأخذها من الفقراء فتركها ملقاة على الأرض أو يحفر لها حفرة يدفنها فيها وفي هذا من الإفساد ومخالفة روح الشريعة ما فيه انتهت الحاشية قتل صيد الحرم وقطع شجره صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال وكذا قطع نباته فيحرم التعرض لشجره بالقطع إذا كان رطبا غير مؤذن أما اليابس والمؤذن فلا يحرم التعرض له كالحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضض شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر رواه الشيخان فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضض لا يقطع وقوله لا يختلى لا ينزع وخلاه هو الرطب والإذخر بكسر الهمزة وفتح الخاء اليابس والقين الحداد ولبيوتهم أن يسقفونها به فوق الخشب انتهى الوجه الأول للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخذ غصمة ولم يخلف فعليه الضمان وان اخلف في تلك السنة فلا ضمان عليه كالاوراق وكما يحرم قطع الشجر يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاه والخلاه هو الرطب من الحشيش واذا حرم القطع حرم القلع من باب اولى نعم يجوز تسريح البهائم فيه لترعى فلو اخذه لعرف البهائم جاز على الاصح كما يجوز تسريحها وقيل لا يجوز لظاهر الحديث واستثنى ما اذا اخذه للدواء على الاصح لان هذه الحاجة اهم من الحاجة الى الاذخر ويجوز قطع الاذخر لحاجة السقوف وغيرها للحديث الصحيح الحج عن الغير اذا استطاع الانسان الحجة ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه او ادركته الشيخوخة واجب عليه ان ينيب غيره ليحج عنه ودلو ذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خفعم قالت يا رسول الله ان فريدة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افأحج عنه قال نعم خرجه مالك والشافئي والشيخان وابو داود والنسائي قال التلمذي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث ومن مات عليه حجة الاسلام وجب على وليه ان يجهز من يحج عنه لما روي عن امرأة من جهينة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نظرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت افأحج عنها قال نعم حجي عنها ويشترط في النائب ان يكون قد ادى حجة الاسلام عن نفسه وان يكون ثقة عالما باحكام الحج ويندب ان يقول في التلبية لبيك عن فلان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 قال نفع فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد ملاقات الحاج وتهنئته يستحب ملاقات الحجاج قبل دخول بيوتهم والسلام عليهم ومصافحتهم وطلب الدعاء منهم وتهنئة كل بنحو قبل الله حجك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك وغفر ذنبك روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بدع الحج والزيارة ارتكب الحجاج بدعا كثيرا في الحج والزيارة ما أنزل الله بها من سلطان زينها لهم الشيطان الرجيم ليحرمهم من فضله وعظيم ثوابه ويبعدهم عن الطريق السوي والصراط المستقيم منها تقديم دخول عرفة على وقتها المشروع وهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وأطلوع فجري يوم النحر قال ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميناء حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمره حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة أخرجه أحمد وأبو داود ومنها اعتقاد العامة أن جبل الرحمة هو الأصل في الوقوف بعرفة دون باقي بقائها وهذا خطأ بل أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات عن يسار الجبل لحديث سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة حاشية عرنة بضم ففتح واد قرب عرفة ليس من الموقف انتهت الحاشية أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله موثوقون ومنها خروج الحجاج ظهر يوم عرفة من مكة إلى عرفات رأسا فيفوتون عليهم بعض السنن وهي الخروج من مكة بعد شمس يوم التروية إلى ميناء وصلاة الظهر والعصر والعشاء والمبيت بها حتى يصلي صبيح يوم التاسع والتوجه بعد طلوع شمسه من ميناء إلى عرفة والنزول بنمرة ثم سماع خطبة إمام الحج بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بمسجد نمرة فعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء وأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ومنها أن كثيرا من المطوفين ينزلون بالحجاج من عرفة قبل الغروب فيسيرون رأسا إلى ميناء ولا يبيتون بمزدلفة ولا يقفون بها فتفوت عليهم هذه السنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وصلى بها الصبح ولم يأذن لأحد بالذهاب ليلا من مزدلفة إلى ميناء إلا للنساء والضعفة وكذا يضيعون على الحجاج الغسلة لدخول مكة من بئر ذي طوى وكذا يتعجلون الحجاجة في رمي الجمار فيحملونهم على الرمي قبل زوال الشمس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة مع أنه لا يدخل وقته إلا بعد الزوال ومنها جلوس الناس حول الكعبة بالمطاف قبل دخول الوقت بزمن طويل منتظرين الجماعة قريبا من الكعبة فيسدون المطاف أمام الطائفين ويكون الإضرار الشديد والنزاع الطويل بين الجالسين والطائفين ومنها أن تقام الصلاة بالمسجد الحرام وكثير من الحجاج يسعون بين الصفى والمروة ولا يحرصون على صلاة الجماعة والأدهاء والأمر أن تقام صلاة المغرب وهم في السعي ويتمادون في سعيهم إلى أن تفوتهم صلاة المغرب وكيف يرجى لهؤلاء الخير وهم يتركون فريضة الله عن عمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أخرجه أحمد حاشية ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب المناسك لإمامنا الشيخ أمين خطاب رحمه الله تعالى انتهت الحاشية بدع الزيارة إن زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأفضلها يسعد بها الزائر في دنياه وأخراه وينال بها المرغوب والمأمول ولكن الشيطان دائما يقف بالمرصاد لكل من يرغب في الخير ويحسن لهم البدع في العبادة ليبعدهم عن رضى الرب سبحانه وتعالى فمن ذلك استلام المقصورة وتقبيلها والتمسح بها والطواف بها والصلاة إليها والانحناء للقبر الشريف وأقبح منه تقبيل الأرض وكل ذلك مجمع على تحريمه لأنه أشبه بالسجود لغير الله ومنها ما يفعله أهل المدينة وغيرهم من الوقوف بالجهة الشرقية من المقصورة يصلون ويسلمون على جبريل وميكائيل وإسرافيل فهو بدعة لا أصل له ومنها ما اعتاده أهل المدينة من أنهم بعد السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والرجوع إلى القبر الشريف يذهبون لزيارة السيدة فاطمة الزهراء ثم يعودون إلى الموقف الأول أمام القبر الشريف ويقفون وقفة لطيفة ثم يمشون إلى ناحية المحراب العثماني ويقفون هناك مستقبلين القبلة ويدعون فهو بدعة لا أصل لها ومنها أن الزوار يصطفون عقب كل فريضة عدى العشاء يصرخون بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه صرخة رجل واحد بصوت مزعج جدا بواسطة المزور وهذا منكر فضيع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الآية الثانية سورة الحجرات وقد أجمعت الأمة على أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتة كحرمته حية وأن الله تعالى مدح قوما بغض أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأجر عظيم إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الآية الثالثة سورة الحجرات وذم آخرين لرفع أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم ونفى العقل عنهم فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الآية الرابعة سورة الحجرات وقد روي أن أبا جعفر المنصور ناظر مالكا رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوما فقال لا ترفع أصواتكم الآية وذم آخرين فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية فاستكان لها أبا جعفر ومنها إلصاق الظهر والبطن بجوار القبر ومسحوه باليد فهو مكروه والأدب أن يبعد منه كبعده من النبي صلى الله عليه وسلم لو حضره في حياته ومن المنكر ما يزعمه بعض العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة وهذا باطل موضوع لا يعرف حاشية انظر إرشاد الناسك انتهى وإليك جدولا فيه بيان المناسك على المذاهب الأربعة تتميما للفائدة جدول بأحكام أهم أعمال الحج في ضوء المذاهب الأربعة الحج عند الحنفية فرض فورا على الصحيح الشافعية فرض تراخيا المالكية فرض فورا الحنابلة فرض فورا العمرة عند الحنفية سنة مؤكدة الشافعية الشافعية فرض تراخيا المالكية سنة مؤكدة الحنابلة فرض فورا الإحرام بالحج أي نيته عند الحنفية شرط وعند الشافعية والمالكية والحنابلة ركن الإحرام بالعمرة أي نيتها عند الحنفية شرط على الصحيح عند الشافعية والمالكية ركن وعند الحنابلة سنة اقتران النية بذكر الحنفية شرط الشافعية سنة المالكية سنة وقيل واجب الحنابلة ركن اقتران الإحرام بالتلبية الحنفية سنة وقيل واجب الشافعية والحنابلة سنة المالكية سنة وقيل واجب الإحرام من الميقات الحنفية واجب واجب يلزم بتركه دم الشافعية والمالكية والحنابلة واجب الغسل للإحرام سنة عند الجميع التطيب للإحرام سنة عند الجميع عدى المالكية فهو مكروه التلبية عند الحنفية سنة وقيل واجبة الشافعية والحنابلة سنة المالكية واجبة طواف القدوم عند الحنفية والشافعية والحنابلة سنة أما عند المالكية فهو واجب نية الطواف الحنفية والشافعية والحنابلة شرط المالكية واجب وقيل شرط بدء الطواف من الحجر الأسود الحنفية والشافعية والمالكية واجب الحنابلة شرط المشي في الطواف للقادر عليه الحنفية والمالكية واجب الشافعية سنة الحنابلة شرط الطهارة من الحدثين في الطواف عند الحنفية واجب وعند الشافعية والمالكية والحنابلة شرط كون الطواف من وراء الحطيم عند الحنفية واجب الشافعية والمالكية والحنابلة شرط كون الطواف في المسجد هو شرط عند الجميع كون الطواف سبعة أشواط واجب عند الحنفية وشرط عند الباقين المعاناة بين أشواط الطواف سنة عند الحنفية والشافعية وواجب وقيل شرط عند المالكية وشرط عند الحنابلة ركعة الطواف واجب عند الحنفية والمالكية وسنة عند الحنابلة وعند الشافعية سنة وقيل واجب السعي بين الصفا والمروة هو ركن عند الشافعية والمالكية والحنابلة أما الحنفية فعندهم هو واجب الطواف للعمرة ركن عند الجميع وقوع السعي بعد الطواف عند الحنفية والمالكية واجب وقيل شرط عند الشافعية والحنابلة شرط نية السعي واجبة عند الحنفية وشرط عند الباقين بدء السعي بالصفى وختمه بالمروة واجب عند الحنفية شرط عند الباقين المشي فيه مع القدرة واجب عند الحنفية والمالكية سنة عند الشافعية شرط عند الحنابلة كون السعي سبعة أشواط واجب عند الحنفية شرط عند الباقين الموالات بين أشواط السعي سنة عند الحنفية والشافعية شرط عند الحنابلة شرط واقيل واجب عند المالكية المعاناة بين السعي والطواف سنة عند الحنفية والشافئية والحنابلة وسنة واقيل واجب عند المالكية الحلق او التقصير في العمرة واجب عند الجميع المبيت بمنا ليلة عرفة سنة عند الجميع الوقوف بعرفة ركن عند الجميع مد الوقوف بعرفة الى ما بعد الغروب ان وقف نهارا ركن عند المالكية واجب عند الاحناف والحنابلة وسنة عند الشافئية الدفع من عرفة مع الامام او نائبه سنة عند الشافئية والحنابلة واجب واقيل سنة عند الحنفية والمالكية الجمع بمزدالفة بين المغرب والعشاء واجب عند الحنفية وسنة عند الباقين المبيت بمزدالفة عند الحنفية واجب ويكفي لحظة بعد الفجر الشافئية سنة ويكفي لحظة في النصف الثاني من الليل المالكية واجب ويكفي مقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء من الطعام والشرب اما عند الحنابلة فهو واجب الوقوف عند المشعر الحرام من طلوع الفجر الى شروق الشمس عند الاحناف واجب عند الحنابلة واجب وقيل سنة اما عند الشافئية والمالكية فالوقوف سنة رمي الجمرات الكبرى جمرة العقبة يوم النحر واجب عند الجميع الحلق او التقصير في الحج واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة وركن عند الشافئية الترتيب بين الرمي والذبح والحلق واجب عند الاحناف سنة عند الباقين كون الحلق في الحرم وايام النحر واجب عند الاحناف سنة عند الباقين طواف الافاضة ركن عند الجميع كونه في ايام النحر واجب عند الاحناف سنة عند الشافئية واجب في ذي الحجة عند المالكية وسنة يوم العيد عند الحنابلة تأخير طواف الافاضة عن اول رمي واجب عند المالكية سنة عند الباقين رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق في يومين لمن تعجل وفي ثلاثة لغيره واجب عند الجميع عدم تأخير الرمي الى الليل واجب عند المالكية سنة عند الباقين المبيت بميناء ليالي ايام التشريق سنة عند الاحناف والشافئية واجب عند المالكية والحنابلة طواف الوداع واجب عند الحنفية والحنابلة سنة عند الشافئية ومستحب عند المالكية المعاملات البيوع البيع في اللغة اعطاء شيء في مقابلة شيء اخر وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على وجه يفيد الملك دليل مشروعيته والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة واجماع الامة قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الرباء سورة البقرة الآية الخامسة والسبعون بعد المائتين وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار رواه الشيخان وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي والإجماع منعقد على ذلك أركانه أركان البيع ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة فالعاقد يشمل البائع والمشتري والمعقود عليه هو المبيع والصيغة هي الإيجاب والقبول ويشترط في العاقد أن يكون أهلا للتعاقد فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه ويشترط أيضا الاختيار فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفائدين أو شراء شيء أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه وأما الصيغة فهي الإيجاب والقبول كقول البائع بعتك أو ملكتك وقول المشتري قبلت أو ابتعت فلا تنفع المعاطات كما جرت به عادة الناس لعدم وجود الصيغة وقال ابن شريح تنفع المعاطات في المحقرات من السلع مما اعتاده الناس وبه أفتى الروياني وغيره وقال مالك يناقد البيع في كل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ قال نووي والذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع إلى العرف ومما عمت به البلوى إرسال الصغار لشراء الحوائج وجرت به العادة في سائر البلاد وقد تدعو الضرورة إليه فينبغي الحاق ذلك بالمعاطاة فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله صح البيع بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن حاشية هذا ما اختاره الغزالي وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز البيع بالتعاطي مطلقة أي الأخذ والعطاء انظر بدائع الصنائع في الجزء السادس صفحة الخامسة والثمانين بعد التسعمائة والألفين وانظر الشرح الكبير في الجزء الثالث صفحة الثالثة وانظر تحفة المحتاج في الجزء الرابع الصفحة السادسة عشر بعد المائتين والمغني في الجزء الثالث الصفحة الحادية والستين بعد الخمسمائة وانتهت الحاشية وقد استدلوا على ذلك بأن المحجبات كنا يبعثن الجوار والغلمان في زمن عمر رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره وكذلك في زمن غيره من السلف والخلف أنواع البيوع أنواع البيوع ثلاثة الأول بيوعين مشاهدة فجائز الثاني بيع شيء موصوف في الذنة وهو بيع السلم فجائز الثالث بيع عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع أو أحدهما وكذا الحاضرة التي لم تشاهد فغير جائز لأنه من الغرر المنهي عنه والغرر من طوت عنا عاقبته شروط صحة البيع يشترط لصحة البيع خمسة شروط الأول أن يكون طاهرا فلا يصح بيع نجس العين كالخمر والميتة ولحم الخنزير والكلب ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رواه الشيخان ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم رواه أحمد والنسائي عن جابر وفي رواية إلا كلب الصيد رواه التلمذي عن أبي هريرة وأما المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح بيعه وإن لم يكن كالعسل واللبن ونحوهما فلا يصح بيعه لانمحاقه بالغسل ووجود النجاسة وأما الأذهان المتنجسة كالزيت والسمن والشحم ففي تطهيرها وجهان أصحهما أنها لا تطهر لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته لأنه إضاعة مال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال الثاني من شروط صحة البيع أن يكون منتفعا به فلا يصح بيع مالا نفع فيه ولا شراؤه وأخذ المال في مقابلته من باب أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله عنه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سورة البقرة الآية الثامنة والثمانون والمئة وإذا لم يصح بيع وشراء ما لا منفعة فيه فمن باب أولى ما فيه الضرر كالسموم ونحوها من المواد المخدرة والمسكرة بأنواعها إن استعملت للإضرار أما السموم والمواد المخدرة غير الخمر التي تستعمل في الأمور التي تعود بالنفع فيجوز بيعها وقد رجح الغزالي وغيره بيع السموم حاشية انظر الوسيط مخطوطة الدار قاف ثمانية وخمسين تقسيم ألف انتهى وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وأما آلة اللهو المشغلة عن ذكر الله فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأنها آلة الفسق ولا يقصد منها غيره فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال بلى ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير حاشية المعازف آلات الله والقينات المغنيات قال صلى الله عليه وسلم من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب انتهت الحاشية وأخرج البخاري نحوه فإن كان بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا ولا يفعل ذلك إلا أهل المعصي وإن كانت بعد كسرها تعد مالا كالمتخذ من الذهب والفضة فأصح بيعها بعد كسرها لأنها مال وتستعمل في أغراض أخرى كاتخاذها حليا ونقودا وغير ذلك الثالث أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو له عليه ولاية أو وكالة فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة بطل البيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلق إلا فيما يملك ولا عتاق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك قال الترمذي حسن وقيل إن البيع موقوف إن أجاز مالكه نفد وإلا فلا لحديث عروة أنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاء فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشات والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة أمينك رواه الترمذي بإسناد صحيح فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة دليل الرضاء والإجازة انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا منصر القراءة في شروط صحة البيع الشرط الرابع القدرة على التسليم الحسي والشرعي فلو لم يقدر على التسليم الحسي كبيع الضال والمعصوب فلا يصح البيع لأن المقصود من البيع الانتفاع بالنبيع وهو مفقود هنا نعم يجز بيع المعصوب لمن يقدر على امتزائه من الغاصب وأما المانع الشرعي فكبيع الشيء المرهول بغير إذن المرتهم لأنه ممنوع من تسلمه شرع إذ لو جاز ذلك لبطرت فائدة الرهن وهي الوثوق من سداد الدين بالعين المرهولة الخامس أن يكون النبيع معلومة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ديه الغرر روه مسلم ولدفع الغرر يشترط العين بعينه وقدره وصفته أما العين فكقوله باتك هذا وأما القدر فيبين عدده أو كيله أو وزنه وأما الصفة فأذكر فيها الأعصاف المقيدة في السلم كما سيأتي بيع السلم السلم والسلف بمعنى واحد سن يا سلم لتسليم رأس المال في المجلس وسلف لتقديم رأس المال والسلم بيع شيء موصوف في الذنة بشروط والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل سمى فاكتبوه سورة البقرة الآية الثانية والثمانون بعد المئتين قال ابن عباس أراد به السلم وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم ولا مال لهم وأرباب الأموال يمتفعون برخص الثمن فيجوز السلم رفقا بهم وإن كان فيه غرر لمسيس الحاجة شروط بيا السلم يشترط لصحة بيا السلم شروط منها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي تنفي عنه الجهالة لأن السلم عقد غرر وعدم الضبط بما ينفي عنه الجهالة غرر ثامن وغرران على شيء واحد غير محتمل ومنها أي من شروط بيا السلم أن لا يكون معينا ولا من معين لأن المسلم فيه يجب أن يكون دين إذ هو بيع شيء موصوف في الذن والتعيين ينافي الدينية فهما متناقضا ومنها معرفة الأجل بأن يعين حده بشهر أو بشهرين أو بسنة أو سنتين أو نحو ذلك لنفي الغرار ولقوله تعالى إلى أجل مسمى وقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم ومنها أي من شروط بيا السلم أن يكون موجودا عند الاستحقاق فإن لم يكن موجودا كارتب في الشتاء أو فيما يعز وجوده لم يصح لأنه غرر ومن شروط بيا السلم بيان موجودا التسليم إذا كان نقل المسلم فيه يحتاج إلى مؤونة لأن الأغراب تختلف بذلك ومن الشروط أن يكون الثنب معلومة فلا يصح بالمجهول لأنه ضرر ومنها تسليم رأس المال في مجلس العقد لأنه لو لم يقبض في المجلس لكان فيه معنى بيع الدين بالدين وهو باطل منهي عنه ولأن السلم عقد غرر احتمل للحاجة فجبر بتأكيد قبض الثمن وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين وذلك لأن المسلم فيه دين في ذنة الباء والثمن دين في ذنة المشتري فيكون البيع حينئذ دينا بدين وهو باطل ومنها أن يكون معلوم المقدار بالكيل أو الوزن لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم بيع الشيء قبل قبضه لا يدوز بيع الشيء قبل قبضه سواء كان عقارا أو غيره أذن فيه البائع أم لا وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا بما روا حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم علي قال يا ابن أخي لا تبيعنا شيئا حتى تقبض قال البيهقي إسناده حسن وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أخرجه الستة إلا التنذي وفي رواية حتى يقبضه بيع السندات وما شابهها إذا بيعت السندات والكنبيالات والاستمارات بمثل ما فيها فالبيع باطل لما فيه من ربا نسيئة أي التأخير لأن المشتري دفع قيمة ما في السند ولم يأخذ مقابلها إلا مؤخرا عند حضو الأجل ولا يصح البيع إلا يدا بيد إذا اتحد الجنس وكذلك إذا بيعت بأقل مما فيها لما فيه من ربا الفضل والنسيئة لأن المشتري سيأخذ أكثر مما أعطى وهو ربا الفضل وسأخذه مؤخرا وهو ربا نسيئة وكلاهما حرام وكذلك إذا اختلف الجنس لما فيه من ربا نسيئة أما إذا بيعت هذه السندات بعروض تجارة فجائز لامتفاء ربا فيها ولجواز البيع بالأجل بيع اللحم بالحيوان يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه فلا يجوز بيعه بحيوان مأكول سواء تماثلة أو تفضلة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع الشات باللحم رواه الحاكم وقال رواته وإن حفاظ ثقت وقال بيهقي إسنده صحيح ويقاس على ذلك تحرم بيع الحنطة بدقيقها والسلسن بكسبه ويجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه ويجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا وسواء تساوي كبعير ببعير أو تفضلة كبعيرين ببعير هذا إذا لم يجتمل الحيوان على ما فيه الربا كشاة في ضرعها لبا إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها لبا فإنه لا يجوز بيع الغرر الغرر من طوط عنا عاقبته كبيع السمك في الماء والطير في الهواء وبيع الضال وبيع القطن في لوزه وبيع اللبن في الضرة وبيع الحمل في البطن والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب رواه مسلم وكما يضر الجهل بالنبي يضر الجهل بالثمن الربا الربا في اللغة الزيادة يقال رب الشيء إذا زاد ومنه قوله تعالى اهتزت وربت سورة الحج الآية الخامسة وشرع الزيادة على رأس المال قال تعالى وإن تبت فلكم رؤوس أموالكم سورة البقرة الآية التاسعة والسبعون بعد المائتي حكمه الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى وأحن الله البيع وحرم الربا سورة البقرة الآية الخامسة والسبعون بعد المائتي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سورة البقرة الآية التاسعة والسبعون والمائتي والتاسعة والسبعون والمائتي وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكلة وشاهدة وكاتبة رواه أحمد والتميذي وأبو داود وابن ماجة والربا من أكبر الكبائر ولم يحل في شريعة قط لقوله تعالى وأخذهم الربا وقدمهم عنه سورة النساء الآية الحادية والستون بعد المائة أي في الكتب السابقة ولم يؤذن الله تعالى في كتابه بالحرب سوى آكل الربا ولذا قيل إنه يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله والربا لا يحرم إلا في الذهب والفضة والمطعومات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق أي الفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم فمن زاد أو استزاد فقد أربع رواه الشافي دل الحديث على حرمة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع المتماثلات من الأطعام إلا بشروط ثلاثة التماثل والحلول والقبض في المجلس هذا إذا اتحد الجنس فإذا اختلف كالذهب بالفضة والبر بالشعير جاز التفاضل بزيادة أحدهم عن الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم فلا يشترط إلا شرطان الحلول والتقابض أما التفاضل فإنه يجوز وإذا اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر واللحاس والقماش مثلا فلا تشترط هذه الأمور فأصبح البيع حالا ومؤجلة ومتماثلة ومتفاضلة ثم المماثلة تعتبر في المكيل كيلة وفي الموزون وزن لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الوارقة بالوارق ولا وزنا بوزن رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ما وزن مثل بنثل إذا كان نوعا واحدا وما كيلة فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس رواه الدار القطني أقسام الربا ينقسم الربا إلى أربعة أقسام الأول رب الفضل وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العواضين الثاني رب اليد وهو بيع الربويين ولو مختلف الجنس مع تأخير القبض للعواضين أو لأحدهما عن الآخر الثالث أرب النسيئة وهو بيع الربويين لأجل ولو لحظة الرابع أرب القرض وهو كل قرض جرى نفعا للمقرض ومنه بيع الغاروقة المعروفة وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة لمدة سنة مثلا ثم ينتفئ بها المشتري فإن جاء البائع بالثمن ردها إليه وإلا صارت ملكا للمشتري العلة في تحريم الربا ذكر العلماء في علة تحريم الربا ودوها أحدها أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان غير عوض لأن من يبيع الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيئة يحصل له زيادة درهم غير مقابل ومال الإنسان له حرمة كحرمة الدم لقوله صلى الله عليه وسلم حرمة مال الإنسان كحرمة دمه فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرمة الوجب الثاني أن الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك يؤدي إلى انقطاع منافع الخلق ومن المعلوم أن مصالح العباد لا تنتظم إلا بالكسب من التجارة والصناعة والزراعة والربا يعطل ذلك كله الثالث أن الربا يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس فلا يقرض أحد أحدا إلا بالربا ولا يواسي أحد أحدا إلا بالربا وفي ذلك ما فيه من التدابر وانقطاع المعساة والمعروف والإحسان إلى المحتاجين وأرباب الحاجات فيحملهم ذلك إلى القرض بالربا الرابع أن المقرض في الغالب يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا وجواز الربا تنكين للغني من الفقير فأستذله وأستضعفه ويصير أسير الحاجة وهذا غير جائز برحمة الرحيم الخامس أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص فوجب القطع بحرمته حاشية ولا نانع من اجتماع هذه الحكم ليصبح جميعها سببا أو حكمة للتحريم انتهت الحاشية آثار الربا من الآثار السيئة في طعات الربا أن الله تعالى يمحقه ولا يبقي عليه ولا يبارك فيه لقوله تعالى يمحق الله الربا سورة المقرة آية السادسة والسبعونة بعد المئة ومن آثاره الترض من رحمة الله تعالى ففي الحديث لعن الله آكل الربا ومن آثاره أن آكله يقوم يوم القيامة مجمونة كمن أصابه الشيطان بدمون الذين يأكلون الربا لا يقومون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس البقرة الخمسة والسبون بعد المئة خيار المتبايعين تقدم حكم البيع وبيان أنواعه وشروطه وحكم الربا بقي أن نعرف هل للمتبايعين خيار وما هو الخيار الخيار ينقسم إلى قسمين خيار مجلس وخيار شرط فخيار المجلس يثبت لكل من البائع والمشتري في مجلس العقد ما لم يتفرق فإن تفرق لزم البيع لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق رواه الشيطان والتفرق لا يكون إلا بأبدانهما عن مجلس العقد فلو أقام في ذلك المجلس مدة طويلة أو قام وتماشى مراحل فهما على خيارهما فإن تفرقا بطل الخيار ورضوا في التفرق إلى العرف فما عده العرف تفرقا لازم به البيع وإلا فلا فإن كان في دار فالتفرق يخرج أحدهما منها وإن كان في سوق أو صحراء فيولي أحدهما ظهره لأخيه ويمشي قليلا وكما ينقطع الخيار بالتفرق ينقطع بالتخاير بأن يقول اخترنا إنضاء البيع أو أجزناه أو ألزمناه فإن قال أحدهما اخترته أو أجزته انقطع خياره وبقي خيار الآخر ولو أجاز أحدهما البيع وأفسخه الآخر قدم الفسخ وأن خيار الشرط فإنه يصحه بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أيام فإن زاد بطل البيع روى ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبان في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاثة ليال حاشية لا خلابة أي لا خداع انتهى روى البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن ورواب البخاري في تاريخه مرسلا فإن زاد الخيار عن ثلاثة أيام بطل البيع لظاهر الحديث رد البيع بالعيب إذا ظهر بالنبيع عيب فللمشتري رده سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض أما جواز الرد بالعيب الموجود وقت العقد فبالإجماع وقد روىت عائشة رضي الله عنها أن ردلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيب فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه رواه أحمد وأبو داود والتلمذي وابن ماجه وقال تلمذي صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن للعقد لأنه من ضمان البائع ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة بيع سليم فإذا ودد على خلاف ذلك جوزنا له الرد للضرر وعلم أن العيوب كثيرة وضابط ذلك أن كلما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح يرد به المبيع وشوط رد المبيع بالعيب أن يتمكن المشتري من الرد أن إذا لن يتمكن بأن تلف أو ماتت الدابة ثم عالم بالعيب فلا رد ولكن له أرش العيب والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة مثاله قيمته المئة بلا عيب وتسعون مع العيد فالأرش عشر الثمن وهو عشر وعلم أن الرد على الفور فإذا أمكنه الرد وأقصر لزمه البيع إلا إذا كانت تأخير لجهل المشتري بالحكم لأن مثل هذا قد يخفى على العوام بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها وهو ظهور مجها أو حلاوتها بعد حمودها فيما لا يتلون وفي المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود فإذا بدى فيها ذلك جاز بيعها بشرط القطع وبشرط التبقية لقوله صلى الله عليه وسلم لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها رواه الشيخان أما إذا لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيعها إلا بشرط القطع سواء جرت العادة بقطعه أم لا ولا بد مع هذا أن يمتفع به لما تقدم وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز بلا شرط لأنها تبع الأشجار والأصل غير متعرض للعاهة بخلاف ما إذا أفردت الثمرة فإنها معرضة للعاهة وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه لما روا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة المخن حتى تزهى وعن السنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة وإذا بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجرة بيع ما فيه الربى بجنسه رطبا لا يجوز بيع ما فيه الربى بجنسه وهو رطب كالرتب بالرتب والعنب بالعنب لأن المماثلة في حالة الرطوبة غير محققة والقاعدة أن الجهل بالمثماثلة كحقيقة مفاضلة لا يجوز بيع ما فيه الربى بجنسه وهو رطب كالرتب بالرتب والعنب بالعنب لأن المماثلة في حالة الرطوبة غير محققة والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة مفاضلة أن اللبن فيجوز بيع بعضه ببعض لأنه حالة كمال وأشرت صحة بيعه أن لا يغل بالنار وإن لم تنع بيع بعضه ببعض لتأثيره بالنار فلا تحصل المماثلة ومثله بيع الخبز بالخبز وكل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا فلا يجوز بيع بعضه ببعض لفقد الممثلة بيوع باطلة عرفنا فيما سبق أن البيع هو مقابلة مال بمال قابلين للتصرف فإذا نظرنا إلى بعض المعاملات التي تجري على غير هذا الوضع نجدها معاملات باطلة وبيوع فاسدة لا يقبها الشر الشريف وعلى سبيل المثال بيع ورق اليا نصيب وشهادات الاستثمار أما بيع اليا نصيب فأصله دفع مال للحصول على صفقة رابحة من المال فإذا حصل على هذه الصفقة كان قرضا جر نفع وهو ربع عملا بقاعدة كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربع وإن لم يربح شيئا في مقابلة ما دفعه فإنه يكون قد أكلف مالا بدون مقابل وهو سفه وإصراف وتدفير على أن هذه المعاملة هي ميسر وقمار إذ أن المشتري ينتظر حظه بعد أن دفع ثمن ليا نصيب فإن ما يربح وإن ما يخسر ولا معنى للميسر والقمار إلا هذا وأما بيع شهادات الاستثمار بجميع أنواعها فهو بيع باطل وذلك لأنها إن كانت من ذوات الفائدة فهي من داب القرض الذي جر نفع وقد علمت حرمته وإن لم تكن من ذوات الفائدة فهو أيضا بيعا باطل لأنه يقوم على أساس حافز للمشتري أن يربح الجائزة المقررة ولولا هذا ما أقبل على الشراء فهو من باب القرض جر نفع فإن قيل إن المشتري لهذه الاستمارة لن يخسر شيئا حتى يقال إنه مضيع لماله فالجواب أن المشترك في هذه المعاملة إننا ساهم بماله في مصرف يتعامل بالربن وهو حينئذ قد عاون على الإثم وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعضوان وقد يقال إن المصرف يهب هذه الجوائز المساهمين والهبة مشروعة والجواب إن دعوى الهبة بعيدة عن التحقيق لأن البنك قائما على أعطي وخذ ولولا أن البنك يستفيد من هذه الأموال التي اشترك بها المساهمين لما دفع من لي من واحدا لمشترك ولكن الربح الفاحش الذي يحصل عليه البنك من استغلال هذه الأموال في الربة ومنها يعطي لأصحاب الحظ نصيبهم من الجوائز وهو أذائيل بجانب ما يعضحه من الفائدة المحرمة والهبة من المال الحرام لا تجوز ولا تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الرهن الرهن في اللغة الاحتباس لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهين سورة المدثر الآية الثامنة والثلاثون أي محبوسة وفي الشرع جعل عين وثيقة بدين حاشية أو هو توثيق دين بعين انظر الغاية القصوى في الجزء الأول الصفحة الحادية بعد الخمسمية وانظر تحفة المحتاج في الجزء الخامس الصفحة الخمسين انتهت الحاشية والأصل فيه الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى فارهان مقبوضة ومن السنة ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهوديين على شعير بأهله شروطه شرط المرهون أن يكون مما يصح بيعه فلا يصح رهم الموقوف وأن يكون عين فلا يصح بالدين لأن شرط المرهون أن يكون بما يقبض والدين لا يمكن قبضه وإلا لخرج عن كونه دين وشروط المرهون به أن يكون دينا شابتا في الذنة لأن المقصود استفاء الدين من العين المرهونة ولا يتصور استفاء العين من العين واشترط في الدين أن يكون معلوما لهما قبرا وزمنا متى يلزم الرهن لا يلزم الرهن إلا بقبضه للمرتهن لقوله تعالى فارهان من قبضه وصفه بالقبض فكان شرطا فيه فلو رهن ولم يقبضه للمرتهن فله رضوع فيه لأنه قبل الإقباض عقد جائز من جهة الرهن فله فسخه والرضوع قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كما لو تصرف فيه بما يزيل الملك من بيع ونحوه لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي المرهون أمانه في يد المرتهن لأنه قبضه بإذن الراهن فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات فلو تالف المرهون بغير تعدي لم يضمنه ولم يسقط من الدين شيء لأنه وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه أما لو تلف المرهون بالتعدي كأن تصرف فيه تصرفا غير مأذون فيه فإنه يضمنه ولو ادعى لمرتهن تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين هذا إذا لم يذكر سببا ظاهرا وإلا لم تقبل دعواه إلا ببينه بإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر قضاء بعض الدين لا يفك المرهون جميع العين المرهونة وثيقة لكل الدين وكل جزء منه فلا ينفك المرهون بقضاء بعض الدين بل لابد من قضاء جميع الدين الانتفاع بالمرهون لا يجد الانتفاع بالمرهون وإلا كان قرضا جر نفع وهو ربا محرم فمنفعة المرهون وثمراته ملك للراهن وليس للمرتهن أن ينتفع بشيء منه إلا إذا كان ظهرا يركب أو ضرعا يشرب لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونة وضرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونة رواه البخاري انتهى الشريط الحادي عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات وللكتاب بقية على الشريط الثاني عشر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر